موسيقى سنتقل مباشرة إلى ملعب رادس كل شكر لكابتن تارك كل شكر لحسين حجالي إلى رادس إلى الزميل عسام الشوالي عسام مساء الخير تفضل وإليك تراجي وفرجة ممتع للجميع موسيقى 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم من ستاد رادس الأولمبي هنا اللقاء الأول في دوري أبطال أفريقيا 2017 بل هو أول ماتشات المسابقات الأفريقية لسنة 2017 بنسخة دوري مجموعات بنظام جديد بسيستم آخر في 16 فريق في دوري المجموعات أربع مجموعات الترجي في المجموعات الثالثة يلتقي في هذه اللحظات فريق فيتا كلوب كينشاسا الفريق الكونغولي العريق مباراة ستنطلق في لحظات قليلة في 28 درجة مياوية تقص عادي في شهر ماي علي المغيفري هو حكم مباراة الخاصم ليس بالسهل هذه الجيلة الكونغولية هنا في تونس فريق فيتا كلوب كينشاسا اللي مثله في هذه المباراة نيل سلوكونغ حارس كاميروني رقم أربعة يانيك بانجلا رقم خمسة فرانشيس كوندو رقم ستة موغانجال كابتن رقم سبعة إيرناس سوكيرا رقم ثمانية إدريس سات روري رقم تسعة جيرسون فليكس رقم ثلوتتاش لوماليسا رقم رمعتاش نقوندا رقم ثمانتاش موكوكو ورقم تسعة تاش يزيد أدوبا وهو لاعب كاميروني آخر أربع أجانب كل من جنسيات أفريقية واحد رواندي ثلاثين كاميرونيين وحارس مرمى لوكونغ هو الكاميروني مع يزيد أدوبا وعندهم بوركيني موجود في داكت البودلاء الانتلاق الرسمي لدولة أفريقيا في مغامرة رقم أربعة تاش في الجروب ستيج للشامبيونز ليغ للتراجد تونسي اللي مسلوا في مشوار أفريقي جديد لحرسة المرمى معاس بن جريفية علميني يابل مباركي علي صار القائد شمام وسط دفاع شامو والتالبي كوليبالي فرجاني في وسط الميدان بكير صنع العاب بدري الروج على اطراف وطايا سي الخنيسي هدف الدوري التونسي موجود بونترس حربة للتراجدين إذن أولى اللحظات وأولى الثواني المشوار الرابع عشر للتراجد في دورة أفريقيا بعد غياب سنين تراجد من 2014 لم يشترك في مجموعة الشامبيونز التراجد التونسي في آخر مشاويره والأفريقية كانت مرحلة صعبة جدا سقوط 2014 كان في دورة المجموعات كاريثة 2015 في دورة المجموعات في الكاف خمسة من ستة مباريات تخسرها التراجد غياب في 2016 هو 2017 عودة الروح التراجد والعودة لمكانه الطبيعي في دورة الأبتال بعد السنوات العجاف جاءت السنوات السمان لفريق باب السويقع غيق الأعب في الشوط الأول سفر لسفر التراجد كانت تجاوز في مرحلة التصويات فريق غيني صعب المراس هو فريق حوريا كوناكري بالانتصار في ستاد رادس 3-1 والاخسارة 2-1 في مدى الصعب في 28 سبتمبر في كوناكري أول فرصة للتراجد أول الدقاية كمشي شمام مور أغاية من القايد يلعب كورة خطيرة بالرأس ترجع الكورة على تراجد صعب الجير يضرب صعب حلوة بفكرتها ولكن كورة برها الترجع مطالب بالتركيز على ماتش الشامبيونز ليك في مجموعة صعبة جدا مترامية الأطراف ومتباعدة الحدوث بين السان جورج لاثوبي اختيرة وفرصة مش ممكن ما أهدره بقير مش ممكن ما أهدره الساعد بقير ولكن الترجع مركز ناسي ماتش النجم السحلي في نياي رادس الخميس القادم في الشامبيونه يلعب من أجل الشامبيونز وكذل الإيقات ثرورية مور أغاولة هدف مبكر مطالبه فريق الترجع العاصمي النادي التونسي الدولة الترجعية في ثلاثة دقائق يضغط على كبير وكينشاسا فريق ليدوفا نوار فريق الفيتا كلوب هاروكنية الثانية للترجع فيتا كلوب في 2014 لعب فيل الشامبيونز ليك في تاريخه بطولة أفريقية في الثلاثة السبعين وهو يعتبر من القيمة مع مازنبي خطيرة وكورة أخرى فيها رعونة فيها تسرع سيناريو البدايات متعملش السياساس في كلاسيكو البطولة من 120 ساعة من 5 يام تقريبه 5 ليالي ترجي بدأ بقوة ولكن ما سجلش استدم برامج ريدي اليوم الترجي يحاول أن ينال مبكر من نغسلو كونغ نفسيا فنيا كورويا ذهنيا تخلي الترجي مرتاح في مباراة صعبة لأن هذا الفريق فريق متميز جدا فريق فيتا كلوب يوم لحد ربح لكلاسيكو ومتاحهم في كونغو ديمقراطية واحد بلاش على فريق تابي ماسانبي وهو حاليا يحتل المركز الثالث في الدورة الكونغولية 14 نقطة الصدرة لفريق ليس ماسانبي في تراجع ماسانبي بعد مشاكل مويسكا تومبي مع السياسة وهروبه البلجيكا الصدرة للفريق موتي ماسانبي فرصة جورة اختيرة ما أرواع الترجي في البدايات والعبرة بالخواتيم ترجع الكرة في الانتلاق الحامرة والصفرة ورد ترجع لولاد العاصمة ولاد الحومة الشعبية الترجي ينطلق في مباراة رقم 101 في فريقيا ترجي 100 ماتش في دورة أبطال فريقيا في المجموعات والأدوار المتقدمة بالنهايات مقابل 10 مباريات فقط في تاريخ فيتا بالشامبيونز ليج الجاب الجاب لميال العشرة ولكن على 90 دقيقة كل شيء يبقى ممكن الترجي من أجل فسخ من ذاكيلة العشاق مردود باهت في 2015 في الكوفيدرالية ترجي خسر مباراة وثلاثة الأخيرة في المجموعات في رادس خسر 1-0 مليتوال في الكلاسيكو بثوب أفريقيا وخسر 1-0 ملاه للمسري وخسر رايزة 2-1 في رادس ضد فريق ستاتمانيا اليوم اللغة أخرى فريق آخر النادي انتدى برئيس الجمعية وفر جواهر لهذا الجيل الجديد والترجي في 2017 يبدأ يحضر المياوية المياوية للتاريخ في 1919 بدأت لسطورة وتكتبت 2019 لسطورة توصل مئة سنة بأي رصيد من الألقاب الألقاب المحلية فهل خير والبركة الألقاب الإفريقية أقل بكثير من قيمة الترجي التونسي ترجع كورة من سعد بجير في وسط الميدان يضغط وسط الملعب عن طريق البدري هو أخطاء للتراشي طبعا مباريات أفريقيا بأجواء كبيرة وبأجواء جديدة مباريات اليوم تتلعب لربع متراشية فيها خيار وفيها أيضا ضرورة ضرورة الوضع الجديد لأفريقيا وبطولاتها ما عادش نلعب أربع مباريات في الويكاند في الشامبينز ليك صارنا نلعب ثمانية لأنه تغير السيستم الكاف وصاروا تدور ستاش ستاشر فريق بربع مجموعات عندك ستاشر ماتش في ثلاث أيام على بين ثمانية في الشامبينز ليك وثمانية في الكاف الكاف ضرورة البرمجة تفرض مثل هذه الاختيارات وإذن الترجي يختار لأنه عنده ماتش في نال خطيرة مش ممكن كورة صعبة على الحار سنير سلوكون ستة دقائق من نار الترجي واضح أنه متوحش أفريقيا متوحش أفريقيا ويحب يرجع وحش لأفريقيا وهو الفريق الذي كتب تاريخ القارة السمراء وهو الفريق الأكثر فوز في تاريخ دور المجموعات بأبطال أفريقيا التسعة وتدين انتصار هو صاحب أكبر عدد من الانتصارات على موسم واحد في المجموعات خمسة ربح تحققت مرتين في تسعة وتسعين هو الفين واثناش هو الفريق في التاريخ الأكثر حصول على المركز الأول في دور المجموعات في تاريخ البطولة تسعة مرات والغريبة أن الترجي ما يتآهل من المجموعات إلا وهو المركز الأول المركز الأول وعشق وأحب المركز الأول هناك كورة وهناك صورة عن طريق الفرجاني فمش أفصايت فمش أرجو ينطلق فال خطير الروج فخر الدين بن يوسف رجع بعد الرباط رجع بأكثر قوة من أجل سعاد ريباط باب سويقها الحلفوين وبقية العشاق ولو الترجي لا يقتصر على مكان التأسيس وبدايات الظهور ترجع كورة اختيرة فريق سريع وفريق خطير يدربه فلوريون يبينغي اللي هو مدرب ليوبارتاكو كدوب أخرطية كورة اختيرة ترجع ترجع ترجعية صعبة من الكونغولي والكورة ترجع للترجع تونسي ماتحلو ننتظر ماتحك كبير لأنه فيتا عنده ما يقول فيتا من المرشحين في موترامي تلاتراف منتصر التالبي أقل من 19 سنة ذكرنا بتجربة 2011 وبانانا هل يعيد التاريخ نفسه يا شمام يمشي شمام حلوة برشا كورة عن تاريخ البدري يمشي نيس البدري العرضية وكورة ترجع من الكونغو فريق فيتا كلوب فريق عريق تأسس 1935 لعب ثلاثة مرات نيل بطولة 73 اربح الكاس يمشي تتزديدة وكورة من روش وكورة ترجع من نيل سون لو كونغ طريق فيتا كلوب لعب مارتين ضد الانديا التونسية في نسف نهاية الكاف عام 96 ضد اتوال ربح وثنين واحد في كينشاسا خسر وثنين بلاش في الولمبي والأتوال أزاح فيتا كلوب ولكن من ثلاثة سنين في 2014 في نسف النهاية للشامبيونس ليك فيتا كلوب كان طيح الساسس ربح وثيب وياب لفسي سكورتين واحد يمشي خطيرة هذي مذيح شابكير تلعب الكورة فرجاني والكورة عن طريق الحارس لو كونغ مرة أخرى نعودها ونقولها نكررها مرة على الترجي في البدايات والمهمة التجيل مع الانتلاق ترجع كورة كونغولية فريد فيتا ظهر دفاعه هش ولكن حذاري المرتدات يرجع شمام الشيلي جابي أنه الترجي ناسي فينا للشامبيونات ومركز على الشامبيونس ليك يعرف أنه نقطة ذيع في رادس المهمة ستكون صعبة أمام خصوم لهم من الشراسة لهم من المستوى والإمكانيات والتجارب والتقاليد الشيء الكثير في إفريقيا يمشي بكير حلوة من ساعد شابة المباركي ما جبهاش كورة في الهوت والتمس أربعة اثنين ثلاثة واحد يخرج اليوم غيلان يرجع أساسي البدري على أطراف في الكلوار وبكير وراء المهاجمي للثين فرجاني اللي رجل إفريقيا سجل ثنائية في مرمى حوريا كوناكري في الدورة الأول يضيف ثالثة أداف الليلة في مرمى لقونج الكامروني بتاكين شاسع ترجع الكورة للتراجي الهدف المبكر مطلوب التراجي يجب أن يستثمر هذه السيطرة فم الشعن فم ممكنية ترجع الكورة للفريق الكنجولي في الدفاع كورة دولة ترجع حذاري من المساحات حذاري من المساحات ترجع الكورة نسعة طاية قريطة معاني مباراة حلوة شعب يوزلي قوية برش حذاري خطيرة جدا مش معا بك والهدف الأول لفريق قين شاسع أطلق حذاري من المرتدات حذاري من ترك المساحات في تاكلوب يفتح باب التجيل عن طريق الكامروني يزيدة تبا تسعة دقائق سيناريو مباراة حوريا كونكري يتكرر وسط فرح تجالية الكونجو ديمقراطية واحد سفر فالدفاع هشاشة وامتلاق شوف المرتد بكورة طويلة ثرب ترس ما يخدهاش مدافعة ترشي كورة ذاعة على المباركي العودة كانت باطية جدا شوف المرتد في ماشي تغتية جمو ما يضغطش منتصر الطالبي يتعثر ويتيح والهدف الأول عن طريق ياتوبا في مرمى الحارس بن شريفيع الهدف الأول لفريق في تاكلوب هنا داخل في اللعبة منتصر الطالبي يهول مباراة وفي الشامبيونز ليك يتيح يتعثر والنتيجة واحد سفر شوف المهارة متاع الطوباء والسرعة وطوباء مهارة كبيرة في هذا المكان ما يرحمش فريق لعشرة دقائق فريق جيت وفرصة حتى في القول والشبكة فريق عمل أربع كورات والتصديات لنيرسون لوكون ماتش صعيب من البداية ماتش يزدد صعوبة مع القادم باعتبار أنه فريق فيتا يدخل في المباراة ويلعب على المساحات الترجلين مطالب بالتعديل في أسرع الأوقات ترجع الكورة للترجي عن طريق كوليبالي مباراة مهمة جدا في دورة أبطال فريقيا النقاط أمام الأنصار فرض ترجع الكورة لفريق فيتا كلوب عن طريق الحارس نيرسون لوكون فيتا كلوب السجل دفلاو الحذاري من المساحات دفاع الترجي في فريقيا ليس دفاع الترجي في البطولة اللي قبل كان هدفين في بطولة كاملة تقريبا في مرحلة البلايوف البطولة التونسية بحساباتها وبتفاصيلها تختلف كليا 180 درجة على الشامبيونز ليك اللي منافسين من على التراز ودفاع الترجي ممكن هو الأشكال ترجي في مركاتو يستهل ضايري ميني وعادة المباركي ضايري سار مع شمام وواحد آخر ممكن في الأكس رغم تألق الطالبي مشوار الشامبيونز يحتاج إلى حرس قوي جدا هو الكورة ترجع وصل الميدان هذا تقريب رابع هدفي قبل الترجي في ثلاثة مباريات منهم الثلاثين في رادس برش ترجع الكورة على طريق البدري البدري ترجع بشي مركي يلعب الكورة والانتلاق خطيرة جدا بالرأس تتحط كورة وهدف التعادل ولا تنبق الصايد على المركة الترجع بشي مركي إن شاء الله مركة لكن هذا هدف أبيض في امتظار الرسميات والهدف المحتسن تسلل براية والصافرة الموريتانيا علي المغيفري في الشارع من الليمان المساعد جواه كبيرة في استادرادس على قلة الجمهور مش مشكلة كبيرة أنا في رأي أنه تلعب لربع متلعشية اليوم باعتبار مثلا البطولة التونسية تتلعب في لربع متلعشية أيضا هو نهاية البطولة بشي كوف لربع تسلل كان موجود وقرار سلي من المساعد تراجي ماسك اللعبة لكن يلزم الدوخة لها في مباراة صعبة جدا مع خصم قوي كان ممكن التراجي يكون أكثر حظ لو بديه بسان جورج لثوبي في تكلوب من الفرقة المرشحة للوصول إلى ربع النهاية هذا ثابت مع السانداونس والتراجي ثلاثة على نفس الخط ترجع الكورة عن طريق منتصر التالبي يلعب الكورة شامس الدين الذوادي شامس الدين هذه أرقام المباراة في أقل من 15 قيقة ستة تزديدات هذا الضد وحدة والكورة فاروش فاخر ديب يوسف على الخنسي والكورة والتوش للتراجي الرياضي نرجع كورة للتراجي التونسي والممتصر في مخطاها موجود لانيس البدري اللعب القادم في هذا الموسم من بلجيكا بريد فيتا كلوب خمس مباراة وفي شامبيونز ليج 2017 وخمس مرة هجوم يسجل بريد هذا زيح في الدور الأول الرويال ليوبارا سوزيلاندي واحد سفر في سوزيلاند وثلاثة واحد في كينشاسا ثم ترشح على جامبيا اوتوريتي هدف لهدف في الإكستريور 2 بلاش في كينشاسا في ستاد شهداء اللي يتساع 80 ألف قلت مدرب فيتا مدرب معروف هو إيبينكي اللي درب فريق شون هو شانجاي السيني في الفين 12 ويدرب فيتا بالفين 14 بالتوازي مع المنتخب لمشي كورة ممتازة لا على القيم الثاني كورة السهلة اللوحان المدرب بيبينكي اللي قادهم لنهاي الشامبيونس ليج في ربعتاش كافيتا والرباح الشان في الفين وستاش مع المنتخب الكونجولي كورة اختيرة والتغطة موجودة والتماس للتراجي التماس للتراجي في رأي لمسة آخر لاعب اللي رقم السبعة اللعب رقم السبعة اللي هو ايرناس سوغيرا طبعا سيستام جديد للشامبيونس ليج 16 فريق لذلك أقوى فرق القارة موجودة التنرجي النجم الساح للأهل الزمالك الوداد يمثل مملكة المغرب الجزائر متواجدة عن طريق لويسمة فريق السوستارة ثم عندك فيتا في غيابي مازينبي يحضر السانداوس وفرق القارة نتواجد فيها أيضا الفرق الكبرى الثنائي السوداني الهلال والمريخ الاهل الليبي حضور بتسعب فرق عربية في هذه البطولة 9 من 16 من الهوية العربية يمشي الطالبي وراء من منتصر الطالبي يلعب الكورة منتصر الطالبي هاي الكورة ضاعت شفتوا دقائق لولة التنرجي تخلي مرة أخرى لونتام بقوة مثل الكلاسيك ودود السي اس اس ولكن مرة أخرى اللمسة الأخيرة تذيع وهذا اللي صعب المباريات على التنرجي في آخر موصل وراء ترجع من كوليبالي كوليبالي ويرجع الحاكم الموريداني عالي المغيفري إلى خطة في وسط الملعب للتنرجي التونسي إذن أول أهداف الفينو سبعتاش على بيين سبورتس في الكاف شامبيونز ليج هي بهوية وجنسية الكامروني يزيد آتوباء لعب فريق فيتاك بلوب كينشاسا ترجع كورة سعد بقير سعد بقير كورة من آتوباء آتوباء بعد كورة حذر المرتدات حذر المساحات مسير برشاوقت رد بالك منتصر التالبي درجع كورة البنشريفية البنشريفية والشمام الثنائي الوحيد الذي تذوق من عسل 2011 كورة عن طريق شامو يبشي بكورة الروج فخر الدين لشمس الدين الظوادي أو فرجاني 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 للروج كورة البقير والدفاع حذاري والتخطة موجودة درجة يزمي رد باله بسات خمسة بعين دقيقة البوندو يجي إن شاء الله لكن يزميها دا كورة خطيرة تمشي فيها للترج الرياضي خدام الروج كورة في التماس ما هو ثابت أنه دفاع الفريقين يخوفوا مش حاجة هو أنه الهجوم الناري للترج والهجمات المرتدة النارية وخطيرة للكونغوليين تمشي كورة 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 يدخل كورة كورة يلعب كورة عدريخ سعد بقير كورة في وجه المدافع ترجى كورة من سعد سعد يلعب الفرشاني فرشاني الساسي فرشاني الساسي فما نمسة يد وينك يا بقير ولو أنه هذه كورة لن نتذكر في نهاية الكاس فاستيدا كانت صاروخية من البدري في ماتش الافريقي في ماتش كاس تونس يعني برشة كورات تتسدد من هذا المكان والأماكن قريبة برشة ديما سعد سعد يلزم الترجي عنده اسمها أخرى تشوت فما شمام فما البدري مش كل مرة ما غير نظهر الحكم يعطي الكورة ما يعرفكش الحارس ما يعرفكش الحارس في الجاني يفكر أنه يشوت حد الكورة سعد بقير يلزم تستثمر هذه الكورات رأي في البطولات هذه والمستوى متقارب والأماكن غالية يلزم كورة تتحط على الأقل واحدة على خمسة ستة إذا واحد يعربي يشوت كفرناك في هذا المكان يمع عبارة على عدل عرب خمسي بالمئة كنابي نتي في أوروبا طبعا وامريكا جنوبية نسبة تحت اللي يمشي سعد بقير هو بقير ما عندي هاش واللي قلتو صحيح يرجع بالكورة الترشي يمشي الكورة مرة أخرى في وسط الميدان فهما خطأ آخر يعني المغيفري يقول ألعب والكورة ترجع للفريق الكونغولي يمشي الكورة على الطريق الاربعتاش الاربعتاش في وسط الميدان يلعب انجوندا انجوندا وكورة في الأوت طبعا التغيير التكتيكي تزويد لاعب القدام اللي هو البدري على حساب وسط الميدان ثالث اللي هو الشعلالي من ناحس اللاعبين في الفترة الأخيرة وفي هذا الموسم للترشي طبعا 60 ألف كورة بهذه الطريقة على مدى أفريقا والبلاي اوف حتى واحدة واللي مشكل إذا فم تنويعه فم لعبين أخرين يشوتوا يمشي الروج فاخر الدين بن يوسف كورة من البدري يرجع البدري يا سيسي ماذا فعل أنت يا نيس أول مباراة في المجموعات في الشامبيون سليك لانيس البدري هانيس البدري ويربح كورنير روكني الترشي رياضي والكورة الثابتة وحاولة استثمار الكورة الثابتة يمشي بالكورة فرجاني فرجاني حلوه برشا والتوزيع وكورة خطيرة والعارضة وروكني أخرى للترشي رياضي الضغط موجود المستوى موجود الترشي موجود ولكن الشبكة هي اللي غايبة عن تلبية نداء الرفقاء البدري وأولاد البنزردي بوزي بنزردي لأول مرة لعب الكاف كان عام ثمانية وثمانين مع اليتوال في كاس الأبطال لعب نهاي كاس أفريقي عام تسعين مع النادي الأفريقي وخسارة الفاينل ضد بي سي سي لاينس وكاس الأفريقي يربحها أربعة وثمانين كمشي كورة للترشي رياضي كورة فيها شاس إبكانية ومش ممكن مش ممكن كورة ترفض الدخول الترشي يضغط بوضوح الترشي يقدم عشرين تقيقة من أعلى تراز مرهونا في هدف مرهونا في هدف صراع مع رقم خمسة اللاعب فرانشيس كوندو نرجع الكورة للترشي رياضي فهم الكورة بالخليسي يلعب بكير بكير كمشي كورة ملعوبة خطيرة مش ممكن كورة التعادل لا يتعادل هدف التعادل للترشي رياضي جاية جاية داخلة داخلة بالقوة بالسياسة داخلة داخلة بالقوة بعد أن تمنعت لحظات ودقائق وكورات وعارضات وتصديات ودفاعات بالحديد والنار يروض الترشي الدونسي وأول هدف هذا الموصف في أبطال أفريقا لطاياسين فرجاني الدرشي يعمل في عشر دقيقة من أعلى تراز كورة حلوة برشا حارس قال لا شاموك كورة العارضة قال له لا كولي بالي حتى كولي بالي وليس طاياسين ليس طاياسين غابة ياسين في هذا المكان تواجد القادم إلى الخلف كولي بالي أحسن لعب في الدرشي على مسؤوليتي من شهر مارس وبدايته كولي بالي بالرأس حتى بجابها واحد واحد في أعلى المرمى في سقف الشبكة تصغرت تتغني العاصمة رجعت بأولادها عن طريق للصير الله الله على هدف التعادل للدرشي يا دي كولي بالي يمشي برجاني تحسن لدرشي أقوى يمشي بالثاني أضرب ولا خطيرة سينة والبدري البدري كان ممكن يستجل الثاني الترشي في عشرين دقيقة يعني عالميا بغط حل اللعب على اطراف سرعة أجريسيفيتي قوة فرص الفريق الكونجولي يقبل التعادل في امتظار الثاني يا بدري أول مرة الترشي يلعب في تاكلوب كينشاسا ولكن سبق للترشي أنه لعب تلاتة من أهل الكونجول من أهل باتريس لومونبا زعيم الثوري التاريخي للكونجو درشي ما كل الجو يلعب أشهر هما زنبي ثم موت يمت في ماتش السوبر كذل صفر في الإسكندرية اللوال وقدور الروماني وبلحسن هو فريق سانتلوال وبوبو في كونفيدرالية 2006 درشي ربح خمسة مرات تعادل في ثلاثة واخسر ثلاثة في تونس الدرشي فيس بأربع مواجهات وتعادل مرة أول انظارات دوري أبطال أفريقي 2017 على فرانشيس كونتو 22 دقيقة لاعب في شوط الأول التعادل هدف لهدف واحد سفر عن طريق يزيد الثوبة والدرشي زاد في ضغطه وعدل سكور عن طريق الوحش لبواري كوليبالي الشعب يريد كوليبالي يواصل يا حمدي الكورة تمشي عن طريق بكير كورة من سعد كورة أخرى الثابدة هذا الهدف هو رقم 126 للترجي في شوط ونسليك في تاريخه وهو الثاني أقمى وجوب في المسابقة بعد الأهنوية الرئاسية فما الثاني وكورة ركنية كورة كورة للترجي من الترجي لمكشفها في يوم كبير برافول يتار الفني اللي معناه حتى الآن كيفاش فريق عندوني هاي بطولة يقترب ينسمتش البطولة ويلعب بيادة التركيز المهم النتيجة في الأخير ديما نقول لك العبرة في الخواتين كورة ركنية وأصبح التماس كورة بالسيق ترجع باليدين يسوقها الترجي الرياضي كورة الانتلاق حلوة برشا حلوة برشا والثاني يالله وينك وينك يا طه وينك وينك يا خنيسي وقتاش يجي هدفك الأول في الشامبيونز باش تتحل للشابكة فرصة أخرى للترجي الرياضي اللي يسجل خمسة هداف في الشامبيونز ديما ديما كورة حلوة انسيابية سهولة السلاسة يا فيتا ضعيف يا الترجي قوي برشا 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 في الشامبيونز ديما الفينو سبعتاش وانا رأي نوفيتا محترم جدا ترجع الكورة لا استغرب أن نوفيتا يكون أحد المتاهلين على حسابي سانداوس رغم قيمة الجنوب الأفريقي ترجي مطالب تذنقات في مشكلهم لأنه عنده تنقل في 23 ماي في سان جورج في مرتفعات ثوبيا ثم عنده في أول جون أول جوان مات صعب ضد الحامل اللقب ما ميلودي سانداوس الترجي وسيطر المطلقة الثاني يلزم الآن ترجع كورة 23 دقيقة هل يتكرر السيناريو مات حرية كونناكري الترجي والريمونتادة الصغيرة ترجع الكورة للترجي الرياضي فاخر الدين فاخر الدين بن يوسف ملامس اليد للترجي محليا رسيد ومعبي فريق فيتا كلوب عنده 13 بطول أو 9 كوس في إفريقيا عنده أكثر من 20 مشاركة وكي نحكي وعلكونجو ديمقراطية تقول مازينبي وفيتا كلوب من أول التاريخ من أول كورة من أول الدنيا ولد فريق فيتا جاي من انتصار في الكلاسي وقدام مازينبي واحد سفر هدف سجلوا اللعب تي كياما من ضرب جزائي ولاعب رواندي موجود في البودلال السدارة لموتيماب 14 نقطة بعد 6 مباريات مازينبي 14 نقطة في 7 جولات وفيتا الثالث عنده 9 نقاط في 6 ومازال في الكورس من أجل التيتر درجع كورة وصل الميدان درجع برس شمو حط الكورة للقايد يمشي القايد اللي يرجع يرجع في آخر شهرين بعد فيفر يرجع بقوة الشمام خليل والكورة تمشي لبقير يمشي سعد بقير سعد بقير يصور الكورة هذه يضغط يخليسي يغيسي يجد الطايا سين إخليسي في الكورة تصقيق فكه فكه طايا فكه طايا ضرب الجزال للجزال للتراج الرياضي الحكم يطول بينالتي بينالتي يا بينالتي لخليسي العباء للعباء الكونجولي طايا يوسين القناص الثابت روح لإسرار القرين دوز الطايا ياسي لخليسي في متكلام بينالتي للترجل الرياضي والترجل عنده شاص التقدم عمله البا ضرب الجزاء في ياش تستلنا يعلي ما تستلناش المساعد يعلي زفر يعلي زفر يعلي كورة الثاني للترجل الرياضي ست عشر دقيقة لعب شوط الأول هنا الكورة الأخيرة كونتاكت سار على الساقة الثانية بتاع طاه ياسير الخنيسي هو كورة من ياسير كورة من طاه فارسة الهدب الثاني للترجل الرياضي ان شاء الله ست عشر دقيقة لعب شوط الأول نيلسون لو كونتاك طاه ياسير الخنيسي يمشي طاه حتى له حتى له طاه ياسي جول الهدب الثاني للترجل الرياضي ست عشر دقيقة من نار في بداية مشوار أبطال فريكيا الهدب الثاني للترجل يا لطونسي الله على أصفر يصبك الله على أحمر يتبع الله يترجل لما يسمك يكتب من واحد للترجل يا لطونسي حتى القول يتفرج جيبه نيلسون لو كونتاك والهدب الثاني معين الشعباني في ستاف مع فوزي بن زرتي وفرصة لتعزينه لثالث ستاف الفني للترجل ماجد تراوي في وفاة والده إن لله وإن الله يرجعون هاتوبا في العشرة كوليبالي في العشرين لخنيسي في السبع عشرين نصف ساعة أولى فريق كين شاسا في تكلوب جريب عشرة كيلو في الساعة الترجل الرياضي كان ترنادو في هذه الفترة ممكن الثالث بداية ممتازة الهدف رقم 127 أفريقية للترجل في دور الأبطال هو الهدف الأول هذا الموسم الخنيسي أنا في هدف كوليبالي قلتي الخنيسي أول أهدافه هايكات بيتاه ياسين من خلال البينو ترجع الكرة عن طريق بكير بكير في وسط الميدان يلعب فرجاني فرجاني المغيف يقول يلعب وكلامه صحيح قراره السليل هالكورة ترجع كونجولية رد بالك من أتوبا يمشي أتوبا 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 خطيرة والتغطية بالدفاع منتصر التال بيت ستا أقل من 19 سنة ما نمشي نحكي عليك يا منتصر رغم بيش تبدع يمكن آلك عايلتك أهلك أصحابك أخوانك أصدقائك جمهور الترجل لماذا لننوى بمنتصر الطالبي ما عملت شيء منتصر هبت رأسك واختم بيش تاعل الفوق ترجع الكورة للترجل الرياضي سايبوه الولاية مزين صغير له نستا وله باريزي خليه يختم ترجع الكورة للترجل الرياضي قولي بالي قولي بالي حلوة برشة الباس قولي بالي ترجع الكورة في وسط الميدان هلعب ساعد بجير الثالث لتمنان انتفاضة ترجية في العاصمة هو رد قوي على توبة هاش قربك للوادي يا توبة هاش متخلك لشحر الدبابير يا كينشاسا ترجع الكورة عنده مدرب غور كينشاسا فريق الفيتا كلوب هو مدرب المنتخب الكونكولي المنتخب اللي تصدر الصدارة في مجموعة مع تونس ستة نقاط ستة نقاط بين ثمانية وعشرين وثلاثة سبتاوبر تتفصل ترجع كورة ثالث فماش فماش ورجو فماش ورجو نعاود نثبته في الصورة واللقطة المساعد لحد الان قراراته السليمة نشوفه غلط ولا ما غلطش داخلها في اللعبة تجري الكورة تمشي الكورة سيب كورة والكورة فاورجو صحيح لكن على البدري الولاية المباركي لا نرجع الكورة فرجاني 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 ساسي واحدة فرجاني اثنين البدري ثالثة دولي بالي باس تين شاسة تستسلم لتونس والترجي يتقدم في نصف ساعة 2 واحدة في ستاد رادس على فكرة سبع مرات في 13 مشاركة الترجي بدأ الشامبيونز ليج فيكتوار بانتسار عام 99 اول ماتش في تاريخه في الجروب ستيج 21 اود في السيف ثلاثة بلايش على السيك ميموزا الكبير ليفواري ثم في الالفين ارباح بدأس اربعة صفر على السابل دوباتي كامرون الفين واثنين في موزنبيق واحد سفر على كوسلا دوسول اظن الهدف رياض جلاسي الفين واثنين بداية اثنين واحد في المنزة على كانويا واندي ويحصر على ايام المنزة ثم في الفين واربعة جابها من سوبر سبورت جنوب افريقيا اثنين واحد ثم الفين وعش جابها من ستيف واحد سفر الهوندا بوعزي واخيرا في الفين واثناش بدأ بانتصار في نيجيريا كان تاريخي الاول في الاراضي النيجيرية على فريق سانشاين ستارس الترجي يقترب من فوز رقم اربعين في دور المجموعات وهو الركور المطلق في الشامل على فكرة حضرت لكم تابلو صغير باشتعرف قيمة الترجي والافريقيا ليس من فراغ عدد المشاركات الرقم 14 مرة للترجي 14 مرة للأهلي المباريات 108 للأهلي اليوم 101 للترجي الثالثة بعيد برشها مازينبي وقاساك 66 لكل واحد يفوزي اللغة الفوز 47 انتصار للأهلي 44 للترجي 31 مازينبي هجوميا 147 للأهلي حاليا 147 للترجي مازينبي بعيد 88 هذه اللغة الماضي هذا كلام الماضي فهل تنجح بالحاضر وتصعد المستقبل يا شامو واحد وتذين قيقه لعب في الشوت الأول النتيجة 2-1 طبعا بعد نصف ساعة قوية جدا يراجي بديه بقوي يحبي السجل يأخذ لفونتاج جا سيناريو عكسي هذا هو فلوران إيبنجي مدرب غور نبيل يجب يحتاج منه برشا فلوران إيبنجي خاصة مع ترسانتي المحترفة فيتا عندها واحد ولا اثنين مازنبي عندها يمكن واحد ولا اثنين في القائمة الموسعة الباقي لكل ضرب نار الكل هم من الخارج ومن أوروبا زادوهم واحد من سلطة فيجو هو كونجولي بيلج مش يلعب معهم في ماتشت تونس هو واحد آخر جابوه أيضا من الدوري الإنجليزي من البورت سموت فريق البومباي المتافة وشيطة فيها بين أغسطس وسبتمبر الشعب يريد المونديال ترجع الكورة في وسط الميدان كورة للتراج الرياضي عن طريق كولي بالي كولي بالي وسط الملعب كولي بالي والنقل النوعي الفرجاني كورة مبكير مبكير حتى اليهاب يدخل المباركي المباركي فورست الثاني في الشوط الأول تريح برشا يا المباركي يرجع بالكورة لوسط الملعب لتماثل فريق كينشاسا على فكرة فيتا كلوب لعب مرة واحدة الشامبيونس ليك في 2014 اخسر النهاية بفارق الهدائف خارج الديار ذوت وفاق ستيف الكحلة والبيضة السطيفية نصور الهضاب أو كما قلتها في 2007 وثمانية في دورة بتالعرب يحصر على تلك الأيام ملعب النار والانتصار كما وصفته وعنونته سطاد الثامن من مايه 45 ستيف عمل 2-2 في كينشاسا واحد واحد في ستيف والوفاق بطل بفارق الهدائف الهدف المسجل في الكونغو طريق هذا عشر مباريات في تاريخه بابطال الفريق يخسر ماتشوح ليس سهل فيتا كلوب كما تتصورون يمشي منتصر الطالب ومتصورات يربشون لعب كبير يرجع بالكورة الترجل إجابة بن يحيا في اللاكس من أفضل لعبين في تاريخ الكورة المستديرة فيك يا خبراء ترجع الكورة عن طريق الزويد ترجل سيل المباراة بكثر هدولة لك 2-1 يتخوف في إفريقيا يتخوف ترجل زمي ثلث سكور وبعد ارتاح ترجع الكورة من منتصر الطالبي طالبي السيطرة مطلقة مستوى كبير فرص بالجملة ضغط ممتاز كورة عالية والترجل سجل الثنين تمشي كورة ممتازة الثالث في الطريق يمشي فيها المباركي 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 كان مطلوب يلعب مع الخنيسي تنس كورة يلعب معه الخنيسي والخنيسي يتصرف هذه كورة الخنيسي طاه ياسيل الخنيسي فيها أيضا خبث مهاجم حتى له عليه صاروا الحارس بقاء ووقف والنتيجة هدف ثاني للترجل الرياضي أول ضرب جزال للترجل الرياضي في هذا الموسم الافريقي خمسة هداف سجلهم الترجل أو الآن ستة هداف وقابل أربعة هداف هذا اللي خوف أربعة هداف في مباراتين ونصف شوط خوف لأنه بعد الضرب ماشي ويكبر الترجل نذكر في حالة التههل سيلتقي في ربع نهاية في سبتمبر ناري في رق المجموعة الرابعة والرابعة فائل ويداد والأهلي واحد منهم ترجع الكورة الغنيسي عود يضغط الغنيسي بريسي عنده قلب كبير برشة تهيسين ترجع الكورة من الراية على الوحش كوليبالي كوليبالي في وسط الميدان ترجع الكورة ملعوبة طويلة ملعوبة طويلة اختيرها الدفاع نحكي عليه يخرج معز بن شريفية يخرج معز بن شريفية وكورة للترجل الرياضي ترجع ممكن مركاتو إذا حب متطمن في الشامبيونز ليج وحمدي يحط ساقة على ساقة عندك ظهير يمين واحد في اليسار حارس يعادد البن شريفية أنه عنده الآن ثابت ممتازي مستوى ولكن عنده بعد لوقات فترات فراغ تأثر في الشامبيونز ليج الغلطة بحسابها ثم عندك اللاعب في وسط ميدان بلاي ميكر بخبرة كبيرة ما نقولش يعاون بجير أو ياخو على بجير لكن المهم يكون مع الساعد بجير والهجوم لحد الآن ممكن ماشي لأمور الترجي لاقي الأمور مهاجم آخر إفريقي أو لا شيء أخرى أو أشياء أخرى ممكن فنية ولكن أعتقد أنه هذه الانتدابات تخليم الترجي قادر على الظفر بالشامبيونز ليج وصل ميدان لا يستحق في رأي المتواضع الترجي في وجود كولي بالي وهنا قود فوزي بنزارتي اللي خرج منه القاس خرج منه القاس عبارة على اكتشاف حق الجديد في الترجي الرياضي حق النفطي اسمه كولي بالي كولي بالي في الشهر الأخير يعطي راحة كبيرة في الوسط للترجي الرياضي يمشي بجير حاط الكورة بجير ساعد ساعد بجير يرجع بالكورة ساعد في وسط الميدان كورة بعيدة المباركي أو البدري البدري يرتكب خطة والمغيفري كورة خطة لفريق كينشاسة الثاني لا فريق كينشاسة الأول ولكن فريق الكونغو الثاني بعد لدو بويسان مازنبي لأنه مازنبي كما تعلمون من مدينة أخرى اسمه لوبومباشي وأنا مرحبته إلى البداية التونسية في هذا الأسبوع بربع مباريات كلها في تونس لابد من استثمار الفرصة الأفريقي يختتم الكرنبال التونسي بربع انتصارات منتظرة متوقعة إن شاء الله يوم لحد ذوت فريق الريفيرس من نيجيريا غدوة في الليل في المهيري السي اس اس ممكن في أسل اختبار نظري قدام بطال سوازيلاند الترجي في أصعب اختبار نظري على لغة الكلام ضد فيتا كلوب كينشاسة وصيف الشامبيوند أفريكا في 2014 والنجم الساحلي بعد ساعة ونصف من الآن يلعب ضد فريق الفيررو فييرو فريق موزنبيق والنجم الساحلي يستذكر ويستحضر الفين أكبر نتيجة في تاريخ الكرة التونسية العشرة السفر على فريق شينجال فريق من موزنبيق أربع هداف وقت لزياد الجزيري غير الشعل لمشاني جلاسي الترجي وإصابة للعب ياسي الخنيسي ما غير مجازفة الدكتور ياسي بن أحمد يعطي الإشارة للهتار الفني بالتغيير 37 دقيقة ها ترجي التغيير أول افتراري تغيير تحفظي وللحفاظ على اللاعب أكثر ما يمكن في وجود إيسا بتقلق يخرج الخنيسي يدخل بلاي الماجري نفس الخسال متاع هيسي الخنيسي أو يعطي الفرصة الزعبية سنرى خيارات الجوتش فوزي بن زارتي بن زارتي رباح الشامبيونز ديك 94 مع الترجي ثم في سيجل مع الترجي رياضي أول لقب خارج البطولة العربية 93 على المحرق البحريني نبيل معلول والتارق ثابت بن يحيا ماليتولي وجيل التاريخ ثم السوبر الأفريقي الأول في تاريخ الكرة تونسية 95 على موتيما كان حاضر في الإسكندرية ثم السوبر العربي 96 في المنزه الجابس يطارق ثابت على الهلال السعودي ثم ارجع للترجي 2009 بدوري أبطال العرب خمس ألقاب الخارجية للترجي يعني نسف ألقاب الترجي الدولية كانت بفوزي عن طريق الانتسار ضد الوداد وضرب الجزاء دراج خمس ألقاب خارجية بقيادة فوزي بن زارتي ثم بوتولتين مع يوسف الزواوي 97 98 كاس الكووس ثم بوتولة لوناف اللي مع مال كانزاري اللي قاد الفريق وكتف لوناف في 2009 على فريق جيس بيبجا واللقاب الدولي الأخير والغالي شامبيونز ليج بعد 17 سنة بقيادة نبيل معلول والعدم الثالث يضيع للترجي عن طريق شمس الدين الضوادي بينما كما كانت ممكن توقعات يتمشي أكثر لبيل الماجري الماجري هو من سيسجل حضوره الأول في سماع شابيونز لغة الموسم فمجد السلل فمه هشاشة كبيرة في دفاع كنشاس على الترجي وستثمره برشة برشة تضيع فرص وبرشة استسالمة من المربع كورة من شمس الدين الضوادي صاحب الهداف الصعبة بين الديربي والكلاسيكو والحارس العملاق لوكون قال لا ترجع الكورة درجي فرصة الهدف الثاني ولكن كورة تولع وراء تولع بعد النصر ساعة وبعد هدف الثاني ما تشخر تحر الريتم كال الريتم برشة درجي ما زال مسيطر إنشاسة ما غير ردد فعل الأخنيسي يحاول يصبر لك بش يخرج هي مجرد لحظات لتمكين الماجري يدخل بلال 40 دقيقة الأعب في الشوط الأول اثنين الدرجي واحد فيتا كلوب كينشاسا في افتتاحية دوري أبطال أفريقيا 2017 ذكر لملتاحها قبيلة الآن هي زيد أتوبا في العشرة وحد بلاش ثم عدل انتيجة بوليبالي بالرأس ثم الثاني عن طريقتها ياسير الخنيسي من ضرب الجزاء قبل خروجه اذترانيا وفي تقيقة 40 يدخل الشاب الواعد بلال الماجري بلال الماجري الأسبوع الماضي ومثبت ربح مع فريق النخبة كأس الأمال بالانتصار في النهاية على النجم الساحلي واحد سفر هدف الهمامي ترجع كورا في وسلم ميدان كورا لفريق الترجي على خطر وبراية الترجي ضد الكونغوليين تاريخيا باستثناء السوبر متع موتيمات لدى السفر كان دي مسعيبة ضد سانتلوال وبوبور ربح واحد بلايش وتعادل 22 ضد مازينبي ربح 2-1 وخسر 3-2 في 2001 في 2010 اخسر 2-1 وربح لدى السفر في نزف 2012 تعادل سبر سبر في كينشاسا في لوبوباشي وفاز واحد سفر هدف بن منصور للفنال بينما الاستثنائية هي مباراة الشهيرة مباراة كوكو وانا نسميها مباراة الخمسة في لوبوباشي في فنال 2010 اذا الاخنيسي يوهشر على تقادم الدرجي ويغادر سارجع الكورة في قتالية الماجري وكورة في التمس الرمي الجانبية لفريق كينشاسا في تكلوب طبعا الفرق الموجودة والمتمركسة في العاصمة كينشاسا اكبرهم واشهرهم هو الديربي بين موتي مابين بي وفيتا كلوب حذيري حذيري بالدقائق الاخيرة مهم جدا ينهي الترجية الشوت على الاسباقية فما مازين بي وفما سانت الوال وكوبولي هو ايضا من مدينة لوبوباشي فريق السانت الوال في العاصمة كينما قلت فما فيتا وموتي مابين بي هم اقوى زوز في رق ترجع الكورة بالرأس لفريق ليدوفانوار هي كونيتهم العريق الذي تأسس من ثمانين سنة واكثر فريق فيتا كلوب ورأة في الكونغو الديمقراطية ما كان يعرف سابقا بالكونغو كينشاسا لها من التاريخ بمكان ربحوا كاس فريقيا ثمانية وستين تحت مسمى الكونغو كينشاسا وربع وصبعين بمسمى الزاير ربحوا الشان مارتين الفين وتسعة والفين وستاش ترجعوا كاس العالم ربع وصبعين وعملوا بضايح ورجعوا لنهاية كاس العالم للأندية من مازنبي اللي لعب بالفينال ضد لينتير عام الفين وعشر بل الفريق العربي الإفريقي لأخر الرجاف في الفين وثلتاش هو الفينال اللي كان بقيادة فوزي الجنرال نمشي كونتويلة ملعوبة بالرأس يلخى فضلت بالمباراة طبيعي جدا مع حرارة تقص مع شوط أول بدأة ترجي نصر ساعة بريتم عالي فمحسبات مع التقدم والنتيجة للترجية فما تفكير لكن لحد الآن ما هو إيجابي في هذا الشرط الأول أنه لم ألاحظ خاصة في البدايات الترجي الأقدام في رادس والأذهان موجهة نحو كلاسيكو البطولة نتمنى الثامن عشر من ماي أن يكون يليق بصمعة كورة تونسية يدور في أجواء متميزة إن شاء الله نشوف كورة لأن العالم يتفرج فينا وإن شاء الله البطولة لمن يستحق وللأجدر وللجدارة نرجع لكورة وسلملعب كورة لفريق كين شاسا نرجع لكورة للترجي الرياضي كورة تقتنس ثم تقتنع ثم تلعب ثم تركل ثم توسع يعرف فيها يجري فيها يمشي بها يرجع بالكورة الروش فاخر الدين فاخر الدين بن يوسف وذكريات لا تمحة أمام ماسين بيه والكونغو في لومبوباتشي في دقيقة تسعين حد كورة بالرأس في شبكة كيديابا أشارة للكونفيدرالية في الثلتاش لتونس والسيسس درجع لكورة وسلملعب وراء لفريق فيتا كلوب وراء لفيتا عن طريق القائد مونغانغا طبعا الرقام مشواه بحف في فريق فيتا كلوب معروف ممكن الوحيد هو مونغانغا باعتبار عن دشارة الكابتن درجع لكورة عن طريقة توبا ها توبا يوزا كورة والكورة على الأطراف كورة في رواق في التماس للتراجل رياضي التونسي الشوط الأول على وشك النهاية 44 في عمره 44 في وقته 44 في حكايته البوندو الثاني في وقته والتراجل يتقدم 2-1 لو لا نيلسون لوكونغ السكور كان يكون يعني بال4 و5 للتراجل رياضي فريق فيتا قلت عنده أربعة أجانب كلهم فارق أثني من الكامرون الحارس نيسولو كونغ يزيدة توبال يستجل الهدف اليوم اللعب يسوف دايو هذا كان يلعب في المغرب وهو اللعب رقم 8 في الاحتياج وهدفهم الرواندي إيتي كياما وراء ترجع يا أخو وقته الآن الفريق الكونغولي حذري من الخواتين في نايتشوت الأول حذري الآن ترجع الكورة كونغولية التزديدة وكورة بره وراء بره ضربة مرمى كانت من رقم 14 جوندا التزديدة من جوندا والكورة لمعز يقدين وقت زيادة يقدين وقت بدل ضايع هل يعود رادس المرعب لخصوم كيات ترجي ترجي ضد النجم والملعب المالي والأهلي في تارة الكونفيدرية 2015 مع أنيجو ومشاركة للمحو للنسيان من ذاكرة عشاق الدرج هذا هو بيلال الماجري وراء في وسط الملعب من دماث هل شوط الأول على وشك نهاية ماشي الاثنين الدرج واحد في تاكلوب كينشاسة تقريب سيناريو مباراة حورية كوناكري في دور التصفيات أو البريليمينار واعتقد أن التراجي سيضغط مع بداية شوط الثاني بشي أمن النقاط الثلاثة مهمة جدا نلعب على نقاط لنلعب الآن على فارق أهداف مازلنا في نظام النقاط والترتيب قبل من سبتمبر إن شاء الله ندخلوا نظام النوكاوت خروج المغلوب ونظام الكأسة والكوم المباراة تتفسر على ثلاثة مراحل البداية القوية للتراجي وبدون حظ الهدف المباغت ليزيدة وباء الردد الفعل المنتظرة والقوية جدا وزوز هداف للتراجي ثم بعد الهدف الثاني والاخنيسي فهم مباراة ارتاحة وريحة التراجي واجل الحسم للشوط الثاني وفريق فيتا يلعب أوراقه ممكن في الشوط الثاني إن كانت لديه جوكارات وأوراق ترجع لكوليبالي كوليبالي وسلميدان يلعب كولا في النصب على طريق الفرجاني فرجاني يا الروز الكنترول أورجو تسلل أوكي ولكن بديماتيكا بلاعب دولي بلاعب معاولين عليه في مباريات المونديال التصريات هذه الكنترول أعطيني كنترول وما حاجتيش أورجو ولا مش أورجو ترجع الكورة أفريقيا الكنغولية حذري من أخر الكورة حذري من التوسيع صعب جدا بالرأس ترجع الكورة عن طريق منتصر الطالبي هالطالبي كالعادة يتألق خاصة في الكورة العالية تمشي كورة طويلة عنده من خصال بنانا في نفس العمر تقريب ذكرية 2011 هل تتكرر بين نبيل وفوزي ترجع الكورة مرة أخرى وصل الميدان عن طريق أطوبا أطوبا يلعب الكورة عن طريق إنغوندا 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 يوزع كورة الشماء موجود هو الشوط الأول ينتير أسمينا في رادس في الملعب الأولمبي اثنين الترجي واحد فريق فيتا كلوب كين شاسا نتيجة طيبة بأداء جيد خاصة وممتاز في نصف ساعة الآن الحكاية في الشوط الثاني قبل ذلك خلينا نفسر ونفصل حكاية الشوط الأول في الوستوديو مع الزميل هشام الخلسي وورا طويلة نعرف كم اللعب عند الكنترول تفضل وتكلم أحكي وفسر هشام شكرا لزميل عسام الشوالي هذا المطلوب من الترجي هذا المطلوب في هذه البداية الأداء الطيب وأيضا جاءت الأهداف رغم قابول هدف في بداية هذا الألقاء ترجي يوني شوط نحن سنتوقف قليلا عزائي المشاهدين فمنعون للحديث عن هذا اللقاء وهذه البداية للترج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأن لحظة فرح الفريق ساوي الدنيا وما فيها ما تبقاش مشجع بالحق إلا لما تحس بالكورة وتقدر تطلع لفي قلبك دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي غدا حصريا على قنوات بيئن سبورس الأحد حصريا على قنوات بيئن سبورس مرحبا بكم من جديد عزائي المشاهدين هذا المطلوب ترق بالنسبة للترج هذه البداية ولابد أن الترج يواصل بهذا النسق رغم قبول هدف في البداية هنا نقول شوط مثالي لو جسم الفرص السنحة للترجيل لا هداف يعني كمية كبيرة من الفرص السنحة للترجيل لكن قدموا مباراة كبيرة 35 دقيقة قدموا استوى جيد ضغط متواصل على الدفاع عمل كبير على الجهة اليمنى استغلوا أحسن استغلال اللعب المباركي وصل الميدان يلعب بسرعة وسن فرجاني اللعب كولي بالي المواجمين دائما ضغط على المدافعين التمركز متاحهم جيد واعتقد أننا استغلوا الضعف الدفاعي خاصة المحور الدفاع ضعيف جدا ممكن أنا نقول بداية دفاع فريق فيتا كلوب لكن أنا نقول الترجيل مش لكبيرة إضاءة الفرص يعني كانت في شوط الأول تنتهي المباراة أربع خمسة أهداف الجهة اليسرى ما هيش مثل الجهة اليمنى أكثر تركيز الترجيل على الجهة اليمنى والخطورة الكلة على الجهة اليمنى الشمام ما يصعدش كثير لكن المباركي قام بعمل كبير كوليبالي بصراحة اللعبة ذاية يتقلق مباراة مباراة قوي جدا وعطى حلول أكثر للفريق خسر فرجاني أصبح يسعد كثير لأن هناك كوليبالي في الدفاع سعد بجير اللعب الخنيسي إن شاء الله الإصابة تكون خفيفة المباركة على الجهة اليمنى الضغط متواصل واستغلوا ضعف الدفاع خسر الكرات في ظهر المدافعين بداية في الكرات وليزم يستغلوها حتى في الشوط الثاني لكن المشكلة هو إضاءة الفرص لازم يتحصل أداء أمام المربع لأنه ليس معقول فريق يخلق 6 أو 7 فرص وليس يسجل إلا هدفي لكن مباراة مثالية مباراة مميزة فريق العب بسرعة فريق العب على الأطراف خسر الجهة اليمنى العب في العمق استغل في ظهر المدافعين وأعتقد أن هذا هو المطلوب من الترجع الرياضي التونسي هذه إصابة الخنيسي خروج الخنيسي إن شاء الله إصابة خفيفة نتمنى أنها خفيفة بالنسبة للخنيسي صعب الهدف الثاني وهو هدف الترجع فنعرف عن هذه الإصابة بعد حين عن طريق الزمين نفع بن عاشور نتمنى إصابة خفيفة خروجه أنه يمشي إن شاء الله تكون فقط شد عظلي نظرا لأنه كما لدينا مباراة كبيرة ترجع الرياضي عنده مباراة كبيرة بعد ست أيام أظن أنه تفاديا لأن الإصابة تصبح أخطر خير خروجه لأنه خرج يمشي وهذا شيء بشر بالخير يمكن الإصابة خفيفة فقط شد عظلي أما بالنسبة للشروط الأول أنا نقدر أن نقول كل المطلوب في كرة القدم الذي يقوم به الترجع الرياضي من ناحية اللعب قام به الترجع الرياضي بالفعل النافع يقوله لأنه ليس خطير أتوقع الإصابة خفيفة شد عظلي أظن أن هذا هو هدف أظن أن خطأ بداي في وسط الميدان بالنسبة للترجع الرياضي وترك حرية كبيرة لمهاجم فريق فيتا كلوب لكن ممكن هدف هذا هشام جعل الترجع الرياضي يدخل في المباراة حس أن المباراة لن تكون سهلة أن المنافس يعرف يرعب كولا لذلك أخذ المباراة بأكثر جدية ومن بعد هذا الهدف أصبحت سيطرة كلية للترجع الرياضي وكانت ممكن تنتهي بربعية أو خمس سيئة الشوط الأول أظن أن الترجع الرياضي قام بشوط أول على الأقل 35 دقيقة من التراز العالي استغل أن المنافس دفاعيا سيئ والعب كما يجب أنها من لمسة وحدة نشاهد الكرة تخرج من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم من لمسة وحدة بسرعة وخاصة كوليبالي لعب الارتكاز هي شيء مهم جدا أن تمريراته تكون إلى الأمام كما يقولون في الانترفال بين لعبين وسط الميدان دائما تمريرات كوليبالي الأولى تخرج إلى الأمام تقريبا تلغي كل وسط الميدان شاهدنا 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 المساحة هشام هذه تقريبا الخطأ والهفوة التي قام بها ترجع شاهدوا وسط الميدان لاعب خطأ كورة من وسط الميدان من خطة تماث وقطع ملعب كامل هي مرتدة مرتدة لكن دائما يجب أن تلعب اثنين لعب من ارتكاس واحد يسند واحد يبقى لئة تغطية هنا اللاعب من خطة تماث اقطع بالعرض ملعب كامل إلى حد من تقدف منتاج وسدد يعني شوف هنا تقريبا ثمانية لعبين من ترجع رياضي أو تسعة في الهجوم دائما لما تلعب ضد فريق يعرف يلعب كورة صحيح يجب أن تهاجم لكن دائما تقرح حسابك للتغطية أظن في الهدف الذي قبله ترجع رياضي في تقدل تغطية وسط الميدان كذلك خليل شمام مقمش بالتغطية العكسية ليغطي قلبي الدفاع لكن هذه الأقطاع تحدث في كورة الخدم خاصة لما تنزل الميدان على أرضية ميدانك تبحث على الانتصار بعض الأحيان لعبين يكونوا مندفعين وينساوا الواجبات الدفاعية لكن هذا الهدف جعل الترجع رياضي يدخل في هذه المباراة أظن 35 دقيقة من التراز العالي فقط نقص الأهدام لأن اليوم ببعض من النجاعة شرط الأول ينتهي بربعية خمسية لأن الترجع رياضي يوصل لعديد من المرات إلى منطقة 18 ونقصة النجاعة في التسجيل شيء هام جدا الترجع اليوم لنا نقول ممكن أعتقد أننا بنزلتي بنزلتي يعرف الفرق الأفريقية شاهدنا الفريق الكونغوري لما يستلموا الكورة في الدفاع يقصرها بسرعة لأن الترجع يضغط عليه لنا هام جدا لأن الفرق الأفريقية لو تعطيها المساحات شاهدناها ممكن تقدم مستوى جيد لكن لما تضغط عليهم يرتكبوا أخطاء وأحسن دليل هدف الثاني ضربة الجزاء شاهدنا كيف الخنيسي اضغط على المدافعين وفتك الكورة وكان وراء ضربة الجزاء المشكلة أخرى أن اليوم وسط الميدان وخصة المشوفة هنا الخنيسي فتك الكورة ومروغة ضعيف محور الدفاع ضعيف والجهة اليسرى يجيها اليسرى لفريق فيتا كلوب ضعيف جدا خاصة الكورة في ظهر المدافعين أعتقد أن اليوم البدري واللاعب بن يوسف لما يدخلوا مع الخنيسي يعملوا التفوق العددي يصبحوا ثلاثة مهاجمين مع لاعبين وسط الميدان اللي ما يتقدموا فرجاني وسعد بجي خمسة لاعبين في الكورة العرضية دائما لاعبين تراجي تمركزهم تحنجا ولهن يخلقوا عديد من الفرص شكرا تارك نحن سنتوقف قليلا أعزائي المشاهدين فما نعود قبل العودة إلى رادس بتراجي وبتك سباق الأمطار الأخيرة يبلغ ذروته في آخر جولات الدور الإسباني متابعة خاصة للقاء الغريمين اللدودين ورصد متزامن لأحداث موقعة البيرنبيو بين الريال وإشبيليا وعين على جراند كناريا أين يسعى رفاق الأمسن للبقاء في السباق حتى الرمق الأخير ريال مدريد إشبيليا لاس بالماس برشلونة الأسبوع السبع والثلاثون من الدور الإسباني الأحد حصريا على قنوات بيينسكو موسيقى المطش حيبدأ حالا وتلمنا هنا وقاعدينه بدأ المطش مع الصفارة زيطة ودوشة شمال ويمينه اللي لابس لبس الفرقة واللي قاعد مش فرقاله واللي بيرخي وكي يبصل معه واللي فاكه دخل بعياله جاية مع عهد العفية وتسألي نفس الكتي ليه بتقبقي وتبقي بزعب لسا المطش بدري عليه ليش في الكورة ولا ملك شورة غاية شمسي بغياله لا راية هذه هي الكورة في ناس يراوها مسالة حياته وموت ولكن المشجعين الحقيقيين هم اللي عارفين قيمة الحكاية واصل الرواية المشجع الحقيقي ما يكسروش إحباط وما يعرفش استسلام فعليش في رأيك لأنه لحظة فرح الفريق ساوي الدنيا وما فيها لازم تكون مشجع بالحق بشتقدر تطلع اللي في قلبك اشتركوا في القناة من الفرحة اضحك بصوت عالي اعملها ما تقوليش ما تقولش بورتي تايم اهي اصد الصبح اعملها ما تقوليش اعملها ما تقوليش اعملها ما تقوليش ما تقولش بورتي تايم اهي اصد الصبح اعملها ما تقوليش اعملها ما تقوليش اعملها ما تقوليش شوط ثلاث. مطالب التراجي بزيادة الأهداف. لأن المباراة ليست بسهلة. صحيح كانت سيطرة كلية للتراجي. يجب استغلال ضعف دفاع الفريق في بيتا كلوب. وتزيل هدف ثلاث منذ البداية. لأن تزيل هدف ثلاث نوعا ما سيدخل التراجي في بعض من الراحة. ويدخل الشك في فريق بيتا كلوب. الذي سيدفع للوجوم ويدرك مساحات. إذا واصل التراجي بهذا المستوى. لشاهدناه في 25 دقيقة من الشوط الأول. التراجي الذي قد يفوز بنتيجة عارفة. هذا قد تراجي عنده إمكانية بشيء يضيف أهداف أخرى. لأنه كما قلنا أنه لازم يلعب مثل من العب الشوط الأول. الضغط. شوفوا الضغط المتواصل. فريق يخص الكرة بسرعة. فريق إمكانية محدودة من ناحية الفنية. فريق دفاع المتقدم. شاهدناه الكرة المدافعين كل نجح فيها التراجي. لكن هو التركيز في اللمسة الأخيرة. التركيز في التجليل الأهداف. لأن اليوم لحارس المرمى صحيح. أن الكرة الكل على حارس المرمى. ولذلك أعتقد أن اليوم عديد من الفرص كان عندهم إمكانية لكي يستغل أحسن استغلال. خلصاً البدري واللعب نيوسف وسعد بجير. ولذلك أعتقد أن الفريق عندهم إمكانية إضافة أهداف أخرى. لازم يلعب بالإيقاع العبي في الشوط الأول. لأنه كان إيقاع سريع. ولازم الشمام يصعد أكثر. يعني توازن أكثر للفريق على الأطراف. لأن الشوط الأول تقريب عبق الشوط الأول تحمل المدافع الأيمن المباركي من ناحية الهجومية. اللعب الشاب الصغير كاراس حربة. ممكن في الشوط الثاني يقدم مستوى جيد ويسجل. ولهذا على الترجع أن معتها يصغل الهفوات الدفاعية. يصغل إمكانياته الكبيرة من ناحية الهجومية. صحيح. ترجع رضي عنده إمكانية أن ينفوز بنتيجة عريضة. خاصة أن اليوم فخر دين بن يوسف والبدري في نهار كبير. خاصة أنه يبدلم المراكس. كل مرة تعبوا دفاع فريق فيتا كلوب بتغيير المراكس. مرة فرق بدري يوسف على اليمين. مرة البدري على اليمين. يغيروا على اليسار. تغيير المراكس. هذا أدخل نوعاً ما البلبلة في دفاع فيتا كلوب. هل غياب الخنيسي وخروج الخنيسي سيؤثر على الفريق؟ أظن أن ترجع رياضي في حالة جيدة حتى في غياب الخنيسي قادر يسجل. إذا واصل البدري وفخر الدين بن يوسف. واصل السيطرة. واصل السيطرة. خاصة أن بخير الدين بن يوسف اليوم هشام لعب أكثر في العمق. اليوم شاهدناه كثير أمام 18. البدري شاهدناه مواجهة للمرمى. اليوم ما لعبوش على أطراف. تركوا المساحات للأظهرة ليصعدوا وقربوا لمنطقة 18. أظن أن ترجع رياضي لو يواصل البدري وفخر الدين بن يوسف بهذه الطريقة. ترجع رياضي سيواصل التسجيل في الشوط الثاني. هو المهم في نهاية الأمر هو الفوز بالنسبة للعب. طبيعي الفوز. الفوز ترتاح. لأن لو سجدوا ثلاثة عرب عدية في الشوط الأول كان ممكن أن يغير في الشوط الثاني يعطي يريح اللاعب أو لاعبين. لكن أعتقد أن الفريق المفرع بالنسبة للترجي أن في كل كرة في كل هجوم خمسة ستة لاعبين داخل 16 متر. لأنها تعطيك أسبقية تعطيك إمكانية باش تكون معتها الفرص اللي سانح للترجيل ممكن يصغلوها اللاعب. ولهذا أعتقد أن اليوم الترجي للخطوط الثلاثة متقارب عادة إمكانية لأبين عصد ميدان يكونوا متواجدين مع المهاجمين خاصة الاخنيسة في الهجوم. شكرا كابتن تارق دياب. شكرا حسين. عودة إلى رادس الكل جاهز لهذا الشوط الثاني. والعودة مرة أخرى مع زميل عسام الشوالي عسام حييك. تفضل فرشة ممتعة للجميع. تحية لك زميلي هشام. تحية للكابتن تارق والكابتن حسام. الشوط الثاني ينطلق في لحظات هذه الأجواء. هذه ممكن الصحافة الكونغولية وراء فيتا كلوب كينشاسا. درج رياضي لناتي بجديد. كنتم قلتوا في الستوديو قدم شوط ممتاز. أعتقد شوط الثاني ممكن سيكون مجال لغايلان الشعلالي فترة من الفترات ممكن يوصل ميدان ويرايح كوليبالي إذا ضمن الترجي ماتشو أو للتغتية وضمن انتيجة إذا لقدر لها تقعد في ثين واحد وتقعد شوية اللعبة مكبوسة. ورجابي في آخر المباراة ممكن الكونتراتاك لأنه يشيخ على الماتشات هذه رجابي والمساحات هذه والمدافعين هذهم. هذا جوه بلغة أخرى بلغة الكورة. الشوط الثاني يبدأ على سماء دونس. هنا على ملعب رادس وسطادها الأولمبي نيلسون لوكونغ يانيك بانغالا، هوندو فرانشيسكو موغانغالقايد، سوغيرا إدريسا تراوري، فليكس جيرسون لوماليسا، نقوندا موكوكو ويزيدا توبال هدف لفريق فيتا الترجرياضي بنجري في ينباركي شمام كلوار شامو طالبي أكسيال، قوليبالي فرجاني بيفو، بغير صانع العاب بدري روج، ريويرق وأرويقاء واخنيسي خرج ودخل بلال الماجري يمشي كورا بالخليصي، بلال الماجري بالرأس وكورا أولى للترجرياضي أو مرة أخرى هنيس البدري هنيس البدري اللي بالفعل هو نيس اللي غاب على ماتش نيدي سويقسي بسبب يسبب خفيفة محب شيخ الريسكا اللي طرفاني للترجرياضي كورا تبشي ملعبة طويلة يرجع مفورم اليوم هنيس البدري ترجع كورا للترجري عن طريق منتصر الطالبي شعود ثاني للاهمية بمكان الترجري في إطار مكاني اس مرادس الثاني عشر من مايي في انطلاقة جديدة بستات وبستاتيستيك رقم 14 في دور الأبطال من أجل أن يلعب على الألقاف أعتقد مع المجهود المبذول من رئيس النادي السيد حمدي المدب مع المجهود المبذول في تواجد تارفاني خلف عمار السويح واختم مليح من شهر جانفي واستفاد من تربص المغرب أعتقد أن الترجري بما توفر له من أسماء سيكون من الأسماء المؤثرة في دور الأبطال أفريقيا هذا العام حتى بالليف اكتيف هذا ما غير حتى انتدابات الترجري قادر أنه نفس على اللقب مع أندي عريقة مثل الهلاء المريخ أهلي الزمالك وصيف العام الماضي سانداوس وأيضا النجم الرياضي الساحلي اللي عنده طبعا خبرة المواعد الأفريقية تسعة القاب قرية للنجمة وبالتالي أعتقد أنه موعودين بأبطال الأفريقية كبيرة على فكرة كاتوانسا أتفاعل بتواجد ثنائي الدونسي في الشامبيونز ليج في هذه النسخة تسل الواضح باعتبار أنه كل مرة الكرة التونسية شاركت بفريقين في الشامبيونز ليج تقريب تسعين بالمئة وصلنا الفاينال 2005 العب الترجي 2004 أول شيء العب الترجي والنجم الساحلي والنجم الساحلي مشى فينال 2005 العب أيضا النجم الساحلي والترجي والنجم وصل فينال ثم 2007 الترجي والنجم النجم مشى فينال ثم في 2012 كان الترجي والنجم والترجي مشى للنهاية تقريب تسعين بالمئة لما يكونوا اثنين مشوا الفنال حذري نحنا مزلنا في البدايات نحنا مزلنا في انتلاقة فاركور ومشوار مازالتويل برشا في سان جورج في أثوبيا في ماميلودي سانداوس حامل اللقب وجنوب أفريقيا في فيتا كلوب في كينشاسا في استاد الشهداء مازال فما الربع نهاية هذا العام هذا جديد دوري أبطال أفريقيا الحوافز المادية أيضا الدعمت وازدادت وازدانت وضعفت وموعودين بدوري أبطال أفريقيا بمستوى كبير حتى على مستوى الروزنامة في شهر السبعة في تسعة يوليو ينتهي الدوري الأفريقي في مجموعاته الأربعة والريح والشهرين تقريب في سبتمبر نرجعه مع الربع النهائي بخطاء لفريقا التراجريادي غورة لأنيس البدري غورة لفريقا التراجريادي عطريق كولي بلي نتمنى أن يتكرر السيناريو ماتش حرية كوناكري هدف ثالث في أول الشوط الثاني يريح التراجي تبشي كورة عطريق الروج بإمكان التراجي تجيل أدف أخرى يلعب الكورة بل الماجرية الدفاع بصلابة بصلابة غير معهودة بمعطيات الشوط الأول دفاع ونقد الضعف الفريق الكوكولي يخسل كورة لكن يرجعوا يربحوها من خلال قرار قاضي المباراة السيد علي ألم غيفري حكم المباراة من موريتانيا تقريب الدول العربية الكل في إفريقيا ممثلة تونس باثنين السودان باثنين مصر باثنين ليبيا بالأهلي الجزائر باتحاد العاصمة وديربي مغارب اليوم إن شاء الله تتبهوا على بين سبورت ثم عنا الهلال من ريخ اليوم ديربي كبير برشا الليلة في السهرة وأيضا بين ثنائي مصري ثنائي توسي ثنائي سوداني فريق ليبي وفريق جزاري ومنساج فريق مغربي هو العريق والكبير الأمة الويدادية الواك بطل إفريقيا ثين وتسعين لقل العربية اللي تشارك في البطولة عندها مشوار إفريقي متميز التراجي والنجم ربحه الشامبيونس ليك أيضا المريخ رابح كاس الكوس الإفريقية الأهلي والزمالك حدث ولا حرج الأهلي الليبي العبوا سلني نهاية إفريقية لكن انسحبوا في أربعة وثمانين النهاية الشهير ذوت كانو يواندي اللي خل الفاينل بين الأهلي ويواندي وورا لفريق التراج الرياضي الويداد أيضا عنده بطولات إفريقية الانتحاد العاصب العب في نال الشامبيونس ليجة 2015 يعني فرق كبيرة وكبيرة جدا عن مستوى العربي في هذا الحضور ونتمنى أن تكون بطولة ممتعة سنستهنس بها عبر قلبة بيين بيين اللي توظف كل إمكانياتها البشرية بخبراتها وكوادرها من أجل إنجاح هذا الموسم الإفريقي شامبيونس ليج وكونفيدريشن كاب ترجع الكوناتويلا ملعوبة بعيدة دونس على فكرة الوحيدة اللي تشارك بربعة في رق كاملة في هذه البطولتين لإفريقيا 2017 مستابقات الانتر كلوب نرجع لكورة خطيرة حذاري أخر جيمو عز أخر جبنجريفية بيهدوه يلعب المباركي يلزم الثالث للثبات والثامين لنقاط ثلاث مصيرية ومهمة جدا في بداية مشوار إفريقيا يمشي سعد بجير بالمهارة المعتادة يلعب الكورة الفرجاني فرجاني يلعب كورة طويلة يقاتل بيلال الماجري نفس الستايل نفس الخاصيات وخصوصيات لعب الاخنيسي لعب كومباتيف يرجع ويضغط ويضرب مليح بالرأس ولعب عنده في ساقي بيلال ترجع لكورة عدريق الروج الروج في وسط الميدان وكورة في خطة بهذه المجموعة الترجي عنده خبرات إفريقيا باعتبار فاخر الدين بن يوسف وفرجاني سيسي كسبو بطولة إفريقية الكاف مع سيساس والترجي مع أولاده شمام وبنجريفية ربحوا الشمبيونز ليجة 2011 بطولة تاريخية وخالدة وبدون هزيمة مع كوتش نبي المعلول يانيك بنجلا هاوش عمل يانيك يخرج ومغير مزية يخرج ويدوش بكري الترجي على بكري عن طريق البدري ممكن يسجل الهدف الثالث وينهي مشوار النقاط الثلاث في كيا الشمبيونز ليج 2-1 للترجي رياضي 6 دقايق وجديد المباراة وعلي المغيفري بامتياز بدون احتجاج يغادر اللعب رقم 4 يانيك بنجلا بينما 4 الترجي في الثمانينات معاك يا تارق معا فدو معا تميم معا ايضا الجوبانتيني هو كان ذاكا جيل لسعد ذياب الترابلسي سامير الخميري بسام الجريدي حسن بالرابح شوهيرا فدو هذا عبد الحميد الكنزاري عبد الحميد الكنزاري اللي كان مدافع يعني قتالي هو اللعب مهم جدا في دفاعات الترجي رياضي ايضا لكي لانسا لعب المنتدب وقتا من باجا لعب فتح الواسطي نتذكر له هدف في عشرين ثانية منكم نسر على هدف قبل هدف الدراجي في الديربي سجلوا في مرمى الملعب التونسي الديربي تونسي ايضا بين الملعب التونسي البقلاوة والترجي رياضي فتح الواسطي في اقل من دقيقة هدف في ذاك الديربي العاصمي الترجي 2-1 الترجي قدام جمهوره الترجي 11-10 المنطقة الشيقول يقول انزل عليه سنرى ونتابع هل ينزل فريق باب سويق للهجوم ويسجل ثالث الهداف همنى للكورة احكام اخرى هتمنى حكمها ان لا يكون قاسي ولا يهتي هنا يشارد بقير قائد الوسط قال الثالث سياتي تمشي كورة ملعوبة تسال المفماش يلعب الكورة شامو شامو خطيرة والرصية من الدفاع الترجي بيمكانه ان يستفيد من هذه الوضعية ويربح برشة الهداف لانه لعله وعسى وما يدريك باخر المشوار ممكن تحتاج في بونتو ترجع الكورة وصل الميدان ورفاة الامستيد نعم فاة الامستيد على الفريق الكونجولي على فيتا كلوب كينشاسا ترجي في الشوت الثاني في اول عشر دقائق عكس ما كنتنتوقع انه بشي يضغط وينهيها الترجي في بداية الشوت الثاني يحاول يسير المباراة ممكن بهذا العنصر والنقص العادة دي لها سيضغط ماشري ماشري ممتاز ولك الحكام مكلفة مخاطعة على بداية فاول على بداية الماشي يقول لك نفس ستايل تاياسيل الخنيسي العب متكون في الترجي رياضي الجديد الترجي رياضي انه في هذا الموسم موسم 16-17 موسم عودة الإقلاع الفريق يلعب برشا ولاده لانه كثيرا ما تم انتقاد الفريق اين اولاد الجامعية لماذا هذه الانتدابات الخيالية والقياسية في سماكور الدونس اين مراكز الشبان اين صناعة اللاعبين الترجي في هذا الجيل عنده 45 لعبية في هذا تشكيل ولاده شمان بن شريفية منتصر التالبي بل الماجري والبقية ترجع كورة براسية تمشي كورة بساق تلعب الكورة وتنساق تسوق عن طريق فرجاني يمشي الفرجاني يرهب وغل فر حتى الكورة واحدة الثانية وتدخل قوي الحكم ممتاز نمغيف يقول لعب والكورة تلعب عن طريق الترجي في الوسط الميدان عن طريق كوليبالي يمشي كوليبالي كوليبالي حل اللعب على اليسار على اليسار فم البدري يمشي البدري بالمهارة ما عداش لكن البدري يضغط يعاون الشمام الشمام يضغط والكورة ترجع من فريق فيتا كلوب في وسط الميدان ترجع للترجي عن طريق الطالبي منتصر منتصر برافو لعب باش ناحي مكان بقطع النظرة وانه هشام بالقرب مضروف مشاني الاحتياط يمتعه لكن تفرض نفسك وانه ممكن الحقيقة الإضافة ديما متاع فوزي انه يراهن على الشباب يلعب الأفضل والطالبي هذا الموسم في هذه الفترة هو الأفضل في اللاكس بتاع الترجي يعني نصور حتى كان يرجع وان شاء الله لباس بالقروي الطالبي يبقى يلعب فرض نفسه وفكر بلاس ترجع الكورة مرة أخرى ما يمد السقيل هنا فيها خطأ واضح ترجع الكورة للفريق الكونغولي اثنين واحد رايما هاش مؤمنة ترجي بدا يفكر في ماتش الكلاسيكو ضد النجم واضح جدا بعد الهدف الثاني فهم الترجي كأنه يحب يسي المباراة بقى المجهود يربح ماتشو بقى المتعب ما فهماش يصابات وهذا يحب يوصل بسرعة فوزي البنزرتي وولاده لدقيقة تسعين على ثلاثة نيقات نارجع الكورة ورافيوس الميدان للفريق التونسي مع التغيير للفريق الكونغولي يدخل رقم 28 في تشكيل فيتا كلوب كينشاسا يخرج رقم 9 اللعب جيرسون فليكس يخرج اللعب جيرسون فليكس في تشكيل الفريق فيتا كلوب كينشاسا ويدخل لعب ناندو حبيت تركز على اسمك الصغرون لا اسمك صعب من لقب هيا لاندو لاندو دخل ولاندو دخل وتمشي الكورة مرة أخرى لفريق الترجع على طريق فخر الدين بن يوسف يمشي بالكورة المباركي المباركي حط الكورة يمشي بلان ما تساقي ما يمد الساقو هو الكورة السهلة في العشرة تبقى في العشرين كان كوليبالي في السبع وشرين ده ياسين اسفيتا كلوب يلعب بنقص عدد بعد اقصاء الدفاع عن طريق يانيك بنجالا نارجع الكورة حذاري حذاري فريق الكونغولي يتحسوا نوعا ما مستسلم وقانع أنه الترجيق منه لكن أرد بالك مع العبين لفارقة دايما هناك الخوف من المفاجهات ترجع الكورة للترجي يلزم الثالث للثبات كورة في خط على اللعب والمواجم سيقورة سوغيرا اللعب إيرنست ترجع الكورة عن طريق اللعب بقير يوصل الميدان وانا تمشي من سعد بقير يلعب كورة من سعد سعد الروج قد بشي وتقول ممتز هربي هربي الروج وجب كورنير كورنير للترجي روكنير أخرى للترجي الجهة اليمنى الأكثر استحواذة الأكثر خطورة والأكثر هشوم على فريق فيتاك بلوب كينشاسا كورة خرجت بالفعل من اللعب لوماليسا في وسط دفاع فريق فيتاك بلوب كورة للترجي فمشانسة ممكانية يمشي سعد بقير كورة خطيرة أين المتابعة تبع الكورة يا ماشري والكورة في التماس الثالث جي الله حي الثالث جي والكورة للترجي سبعة وخمسين ثمانية وخمسين دقيقة في اللعبة ثمانية وخمسين دقيقة في المباراة ثنين واحد للترجي تونسي ترجع كورة للترجي عن طريق الماجري يمشي بلال لشمام شمام يوزع هو كورنير روكنية أخرى للترجي ماتش ممكن ينتهي ثلاثة واحد داربعة واحد إذا الترجي يرجع يضغط ويلعب بجديد الشوط الأول فرجاني بترهو حط الكورة البكير البكير والحارس ترجي العبدالحارس والكورة تبجي حلو برشة واحدة اثنين الهو برشة الهو برشة مش ممكن لحلى كورة في الشوط الثاني الترجي يرجع يبدع كورة ممتازة من روج ترجع كورة بلال بلال يضغط فما لمسة يد فما لمسة يد وفما انظار على لعب بلال الماجري فما انظار على بلال الماجري لمسة يدها انطبرها الحاكم المغيفري انه بشي وظفها لمصلحة وعطاه ورقة صفرة ونالترجع كانت مجانية وزيدة بلال الورقة الترجري يندوح لو برشة في منطقة جزاء دفاع سهل الاختراق شوف الكورة لفريق الترجري التي توصي بالفعل كانت زادة من بلال ماجري هناك الكورة بدري واحدة بدري فرجاني فرجاني بدري هذه تلعبت بالمقاس والراصية من روش فاخرة ديب بن يوسف والقايم يمنع الترجري من تجهيل الثالث لكن الثالث جاي ان شاء الله يمشي الفرجاني فرجاني كورة طويلة والتماس التماس كورة بعيدة على البدري تبادل المراكز ممتاز شفتوا اكثر من مرة تبادل المواقع بين ثنائي الاطراف والرواق يعني الان البدري علي سار والروش عن اليمين تمشي كورة من كلبالي كلبالي يرجع الترجي يرفع النسق يريد الثالث ال Reading كورة خطيرة للترجري هذه والتصديق والقورة على القايم مش ممكن مش ممكن على الكورة ترفض الروج ترفض الروج ولكن فخر الدين سيروضها بالحديد والنار الأمير فخر الدين سيوصل الثالث الهداف ترجع الكورة للترجي يرجع يضغط يرجع يمتع يرجع يمتع يرجع الشيخ وشيخنا كورا ترجع الكورا عن طريق الفرجاني يمشي سيسي سيسي للروج كورانا يقصد جابها باس واحدة واخرى مقطوعة تحب الترجي وتجي تمشي الكورا وتسلل على الشام وتسلل على الشام سدين الضوادي كوردين على نفس القائم هاش بينك وبين القائم يا فخر الدين يا بن يوسف واحدة بالرأس واحدة بالساق والكورا تنساك إلى هدف ثالث للترجيين وأول هداف الروج في دوري أبطال أفريقي هذا السيزن شوف التزديد حلوة برشا الضربة قوية كانوا هدفوا في الديربي شات كورا بطريقة فنية تكنيك ما عالية برشا ولكن الكورا كانت في القائم مظلوم يا الروج مظلوم في الكورا الأخيرة نرجع الكورا في الآوت والتماس ستين دقيقة في اللعبة ستين دقيقة أدنا رجي في آخر الدقائق بعد الاقصاء يرجع ياتا السلطن تمشي كورا مرة أخرى عن طريق الفرجاني فرجاني السيسي كورا سعد بقير لمسة واحدة زادها على اليسار في تواجد اللعب شمام يمشي القائد والكابيتانو في وسط الميدان القائد خليل يلعب الكورا عن طريق بقير بقير في وسط الملعب كورا ممتازة عن طريق بلال يلعب الماجر حلوة برشا كورا الفرجاني فرجاني حتى فرجاني يمشي كورا عن طريق لنباركي لنباركي يعطي باس الدفاع ترجع له لنباركي يعود يوزعه الكورا السهلة في منال وفي نيل الحارس نيل صلو كونغ وورا للفريق الكونغولي نصب الساعة يلزم الثالث خل نرتاحه نرجع الكورا في الوسط نرجع للترجي الرياضي الترجي بكل قوة بكل قناعة وقناع إبداع في صارة الامتاع في ليلة القبض على فريق فيتا على فريق فيتا كينشاسا نرجع الكورا بتغطي دفاعيها وسهل ضرب مرمى كونغولية لفيتا كلوب وورا لفريق كينشاسا لو لا الحارس نيلسون لو كونغ وأنه بجانب ممكن انتصار تاريخي بالعريض وبسكور للترجي ترجي الاكبر انتصاراته كان 7-0 عام 99 في كاس الأبطال على الفريق الرواندي نادي الجيش نادي الجيش تلعى ما غير سلاح الفريق الرواندي يخسر السبعة بلاش وقته بقيادة يوسف الزواوي وفما في كاس الكاف في الالفين في اي سنة 7-0 على أسكو ديكارة مع بن يحي اظن قبل السبعة متى الجيش كانت في 97 نعم في 97 كاس الكاف اللي ربحت ترجي على بيترواتليتيكو تلمساني وبدراء ترجع لكور عدري كوليبالي كوليبالي المساحات موجودة الترجي عيبا لا يسجل في هذه الظروف وفي هذه الأجواء وفي هذا التفوق وفي هذا النقص العديد للخصم وخاصة وخاصة بهذه الروح والإسرار لفريق الترجي التوس هذا هي أجواز تاد راتس الأولمبي ترجع كورا وسلم يلعب الكورا تونسية تنطلق من اليوم في الثاني عشر من الماي نحو نهاية وجوزة الثاني من الموسم الكبير برشة ينتظرنا فيه برشة تحديات عن طريق النجم والترجي في الشامبيونز ليج عن طريق الافريقي والسوخسي في الكاف وعن طريق المنتخب الأول نكون ولا نكون في معمعة المونديال وكورة المونديال 63 دقيقة في المباراة 2 الترجي و1 فيتا هي نتيجة مرسومة من الشوط الأول ترجع كورا للترجي الرياضي نمشي كورا البنجري فيها الوقت يمر 2-1 مهاش مؤمنة يلزم انضمنه أمورنا ترجع الكورا فرجاني فرجاني في الكلوار طلب كورا ممتاز يمتلق فيها الشمام يصعد أكثر في الشوط الثاني خليل والتماس لقائد الترجيين ترجع الفريق للترجي الرياضي اللي في سجله ثلاثة بطولات عربية كاس الأبطال 93 كاس السوبر 96 دوري أبطال العرب في 2009 والباقي إفريقي وترجع كورا عن طريق فخر الدين والدفاع وبلال وكورا في ضربة مرمى للحارس لوكونغ ترجي للشارك في كوس أفريقيا لأول مرة كأول فريق تونسي عام 71 والعب أول مباراة وقته في المنزه ضد الأهلي بنغازي سفر للسفر والعب في الياب بعد أسبوع في 27 مارس 71 وربح وحد بلايش في ليبيا بالذات كأول انتصار تونسي في الكوس الأفريقي الأندية هدف للتاريخ عن طريق أحد تاريخيه في جيل السبعينيات عبد الجبار مشوش عشرين دقيقة لعب بالضابط في الصوت الثاني عشرين دقيقة لعب بالضابط في الصوت الثاني ونتيجة الصوت الأول هي هي اثنين التاريخ واحد فيتا حسب سيل المباراة نحقيقه مجهود كل فريق اثنين واحد يتسمى سلكها بالباهي فريق فيتا كلوب مباراة بتاع كارتون للتاريخ الرياضي ترجع الكرة الماجري الماجري حط الكرة شمس الدين شمس الدين يرجع المباركي يهيب المباركي يلعب لفخر الدين فخر الدين الأمير فخر الدين حط الكرة شمس الدين كرة فيصل الميدان عن طريق الفرجاني فرجاني يكون مقطوعة ترجع كونغوليا عن طريق وصل الميدان عن طريق الاربعطاش انقوندا انقوندا يرجع بالكرة على اليمين في وجود اللعب رقم 14 كورة ويلة ومنعه بليمن الرأسية في مناطق فيتا والكورة لأولادي كينشاسا كورة ترجع عن طريق 13 لوماليسا في وسط الميدان تماثل فريق فيتا كلوب فيتا كلوب خسر كان ماتش واحد في تاريخه بدورة بطالة أفريقيا لكن مش نكونوا بينين في الأمر أن نشارك مرة واحدة في 14 هي اخسارة في 10 مباريات هذا العام دورة مجموعات ما غير اخسارة أربع مباريات رباح ثلاثة وتعادل واحدة سجل في كل مباريات وحتى اليوم سجل فيتا كلوب مثل الفرق الأفريقية هجوميا ممتاز ولكن على المستوى الدفاعي فردي كان وجماعي هي نقطة السلب في فرق أفريقيا السمراء اللي استعادت التاج على مستوى الأندية والمنتخبات في هذه الفترة من خلال وسود الكاميرون في كان الفرق 17 في الكابان ومن خلال ماميلودي سانداوس بطل أفريقيا وقبل ما زينبيه في 2015 آخر فريق عرب رباح البطولة هو فريق الستيف في 2014 كورة خطيرة الترشي يحاول لا شك لحظة بما يتوفر من أسماء عربية في دولة أبطال أفريقيا دلعام شامبيون سليجي باش تكون للعرب هرجع لكورة مرة أخرى ترشية عن طريق كوليبالي كوليبالي لبيلال بلالي كوليي كوليي لساعد كورة لبجير يمشي ساعد بجير شكون يطلب بليسار يخرج الان في وصل ميدان يلعب كورة تالبي منتصر هات كورة كوليبالي كوليبالي في النصف كوليبالي يرجع بالكورة للترشي فهم مساحات فهم إمكانية وتزديدة كورة كانت سهلة من نيس البدري ممكن يخرج البدري ويدخل للرجابي بعد متقيقة 75 ممكن ترجع لكورة خطيرة الترشي فهم شانس فهم إمكانية فهم فرصة وفهم دفاع قدام المجري بلالي يشدد يحاول لكن طبعا لأول تجربة أفريقية ما هوش نفس الثقل بتاع الخنيسي طبعا عادي جدا والكورة خطيرة للفريق الكونغولي حذاري حذاري درجع بالطالبي بورة الفريق الكونغولي برجان يلزم الثالث يمشي بالكورة هجمة مرتدة وفهمة تسلل على الماجري فهمة تسلل جديد ضد الترشي ضد بلال ترجلي حد لال لم يستثمر النقص العددي لأنه يسير في الشوط الثاني ولا يضغط في الشوط الثاني تسلل إذا هذا اللعب هو موجود لكن الوسطاني أنا حابيت نشوف في السورة يعني أعمق وأكبر هرجع لكورة فريق الكونغولي الترشي مطالب بالثالث مطالب بإنهاء الموضوع رسميا عنده الإمكانيات عنده المقتر لا أدري لماذا صحيح بدأت الآن كواليس الكلاسيكو تسيطر على هذا الشوط الثاني الملعبية بدأت تمشي أكثر لثمنتاش نهاية البطولة المرتقب بيزوز في رقن والأكثر تكامل في هذا الموسم والأكثر استمرارية بالأداة وبالنتائج الترشي والنجم ترشي من الفير بعتاش يدخل هذا العام للشامبيونس ليج والترشي من الفير بعتاش مربحش البطولة في الوطن واضح أنها سنة الإقلاع بالنسبة للترشي للتونسي ببناء وتكوين فريق عتيد لقادم السنوات يدخل به المئوية بأحلام التدويج ترجع الكورة للترشي للتونسي عن طريق شمس الدين الظوادي يهاب المباركي المباركي في الوسط كورة الفرجاني وليبالي لنستعجل أمر ويقول حذاري لكن ترشي يلعب أكثر جدية الآن ممكن تعمل التغييرات فوز ترجع الكورة الفريق الكونغولي حذاري ترجع الكورة للترشي الرياضي يتغذي من شمام خليل شمام كورة ترجع للفريق الكونغولي وفماش خطأ حكم المغيف ريكان قريب محاولة اليهام بالسقوط والكورة ترجع بلاي الممتاز ولكن المدافع قبل ويخرج كورة التماس لفريق الترشي كورة للترشي الرياضي كورة تخرج لفريق الترشي الرياضي خارجة الكورة من لعب لندو في مناطق الفريق الكونغولي في الوقليمين انجونداي حصل تماس الرمية الجانبية لفريق فيتا في الشوط الثاني لو لاحظتوا عكس الشوط الأول أكثر الوجوه من الجهة اليسرى من الجهة الشمام بينما في المقابل الجهة اليوم نمتع المباركة تقريبا ما اشتغلتش وما شفنا هايش في الشوط الثاني وليبالي يعطي امان في شوط في الوسط البيدال للترشي في المباركة الاخيرة هين خفض مستوى المباركة 70 دقيقة هو التغيير مرتقب بدخول غيلان غيلان الشعلاني هل هو مكان كوليبالي بشي ريح او للتامين اللي قلتنا عليه خطرين واحد ودقيقة 70 ممكن على حساب البدري سنرى نتابع اختيارات جوتش فوز البنزرتي هارجع بالكورة عن طريق اللعب سجيرة سجيرة وكورة اختيرة سجيرة وكورة اختيرة لفريق فيتا كلوب وركنية ها قريب ها والركنية في المبارات لكينشاسا ها والركنية في المبارات هنال في رقل الحقيقة اللي ممكن الكورة العربية والتونسية هذا هو الاشكال عدم من ها المبارات وقتل المبارات درجة رياضي مواهل انه يقتل ما تشوه اه خرج البلال خرج الماجري العب 25 دقيقة في هذه المبارات بعد ما عود في اخر الدقائق ياسي الخنيسي ممكن شخصيا يفجعني شوية تغيير ما كنت تصور انه بلال كرأس حربة الان الروج ممكن هو سيكون رأس الحربة سنرى خيارات المدرب فوزي البنزارتي يدخل غايلان الشعلالي بديل بلال الماجري وراء تمشي الفريق الكونغولي كورة اختيرة تجرب رأس صعبة هاولي يخاف منه هاولي يخاف منه اقتل المبارات سجل الثالث والطمن مبارات مفصلية لتقول لي فم مبارات قادم لشي لضيع نقاط في أرضو تقريب بريسك يعني شوفي باب الخروج لابد من الامتصار تسع نقاط في تونس في مجموعة مستهلة المجموعات الصعبة ترجي جافاها هذه أرقام المبارات وراء ترجع للفريق الكونغولي اللي يطمع الهان أكثر يضغط الهان يلعب مليح وراء في دار المدفع وراء الصعبة وخطيرة على القايم الثاني تأتي قريبة عن طريق اللعب سوغيرا سوغيرا والكورة دائما للفريق الكونغولي كورة خطيرة والتسديد أو كورة لفريق كينشاسا وراء الصعبة من فيتا كلوب يلزم الإطار الفني الآن يقرأ في المنطقة الفنية فيق شوية الملعبية ينباهم ويرجعهم في المبارات لتركيز المبارات المبارات مزالت منتهتش على الكورة يبقى فيتا قادر 27 دقيقة لعب في شوط الثاني طبعا هذه الثالث مبارات في عشر أيام بمستوى وقيمة ترجي إفريقي ديربي ترجي سياساس كلاسيكو ترجي فيتا شامبيونس ديج نسق يعني مرادوني وجنوني في نهاية الموسم ترجع كورة للترجي عن طريق شمس الدين الزوادي الزوادي يلعب كورة المنتصر التالبي كورة المنتصر الطالبي تتحط الكورة عن طريق البدري البدري يلعب كورة البقير كورة من سعد يرجع سعد بقير تحط الكورة فرجاني فرجاني لعب الكورة لغيلان شعلالي لكولي بالي كولي بالي للترجي يمشي على اليمين شامو كورة من شمس لوسط الملعب شعلالي بدري تيح للوسط ويمس كورة يمشي كورة عن طريق فرجاني فرجاني ترجع ما المهم في الشوط الأول كورة ونتيجة وأداء في الشوط الثاني يحاول يأمل مباراة وكورة ممتازة ولكن تصل الآخر على اللعب بلنبارك يلعب دفاع الخط المدرب إيبنغي فلوران إيبنغي قلت مدرب كانت تجربة في الدور السيني مع فريق شانجاي شين هوف في 2012 ترجع كورة عن طريق الحارس نيلسون لوكونغ لوكونغ يلعب الكورة لينغوندا يلعب كورة دويلا يمشي في مناطق الترجرياضي على خطأ استعمل يده المهاجم رقم 18 اللعب موكوكو وكورة ترجع لفريق الترجرياضي هذه الكورة الأخيرة خطأ ما كانش واضح شوفناش فاول من اللعب موكوكو تشوف اخذيه بالسرعة الارهاق واضح جدا في هذه الدقائق الأخيرة يدخل اللعب بازونبوا إرهاق واضح جدا على معظم لعبي الترجري في هذه الفترة إذا يدخل اللعب بازونبوا لتشكيل الفريق ريتشار بازونبوا بديل سوغيرة سوغيرة الذي يغادر على هذه الكورة والتي تغادر الخشبات الثلاث لمرمى الحارس بن شريفية الشوط الثاني يفسر وما فيه هي كورتين القايم من الروج هو شوط قوائم الروج كورة بالرأس على القايم الأيمن وكورة بالساق أيضا على القايم الأيمن بعد ذلك مباراة فيصل ميدان تاح الريتم درجة إذن تاح بدنيا طبيعي جدا بعد مباراة قوية نقص سخون نهاية موسم حسابات ماتش حاسم للبطولة طبيعي جدا هذا الشوط الثاني ترجع كورة للترجري هذي إمكانيته شانس كورة بعيدة يضغط خينا للشعلالي الروج راس حربة والكورة تمشي للفريق الكونغولي عن طريق لوماليسا لوماليسا حتى الكورة عاليمين كورة عاليمين عن طريق اللعب انغوندا الربع الساعة موعدين ماتش صعيب لأنه الترجي ما خلسش الماتش والانغوندا يلعب كورة والترجي عن طريق كوريبالي صمام الأمان السد العالي ترجع الكورة على بابك العالي الرائع كوريبالي يمشي بالكورة وورا تمشي وسط الملعب كورة عن طريق الفرجاني فرجاني لفخر الدين فرجاني كورة تقطع إصابة للمباركي والهجب المرتدة مباراة صعبة صعبة جدا وفهمة تسلل تسلل عن اللعب بوكوكو تم تغيير ثاني من المدارة فوزي بزارتي نزال عنده حق في تغيير أخير ممكن الآن الفريق الكونغولي ينزل وجوم وهذه طبيعة المباراة وظروف السكور أنه يخلي مساحات الآن ممكن نشوف الرجيبي الربع ساعة يعطيها الرجيبي تنفع برشا بالمقابل هذه الكورة الأخيرة الخرج منتصر الطالبي على الخط أم لا أمامك فما شك كبير برشا بينما هنا إصابة لها بلمباركي ذاكر أنه في شوط الأول الترجي يخسر لخنيسي ولكن في راي كان تحفظي سمينة نافا بن عشور كان في الاتصال بلو ستوديو قال أنه لصابق فيفا هذه تخوف شوية بالنسبة لإيهاب المباركي ترجي اثنين فيتا كلوب كينشاسة واحد مع راه الآن أنه فيتا يطمع الترجي يحاول يوصل لبرلمان في ربع ساعة صعيبة برشا على المستوى البدني أساسا الآن ممكن مرتدات الأرجي طبعا ننتظر أول شي كيف ستكون صحة اللعب اللعب المباركي هذا الجمهور هو اللي جاب ماتش لكلاسيك وحقيقة كانت مباراة كبيرة وكبيرة جدا مباراة قدمت في مستوى عالي كان يسويق سيب المرتدات في شوط الثاني كان ممكن يغير نظام البطولة وهوية البطل من الجولة الماضية كانت مباراة صعبة جدا على المستوى الذهني والبسيكولوجي للترجي ودور الجمهور اللي مدقيقة السبعين عمل دور كبير هذا فريقه من الألف إلى الياء بينما هناك كورة كورة لنهاء المباراة ولكن الدفاع موجود نظم الدفاع مع الترجي لعبيه تاحه بدنيا صارت أسهل الحالة الدفاعية للفريق الكونجولي فيتاكلوب كينشاسا يرجع لباس المباركي يمشي لباس الغول الوحش الرائع قلب الأسد اللعب غيلان الشعلالي إن شاء الله عمره أطول ولكن هو قلب الأسد بنفسك المعطيات والروح اللي كان يلعبها بلها يرحمه الهادي بالرخيصة لكن إن شاء الله عمره أطول غيلان الشعلالي ترجع الكورة لفريق كينشاسا كورة عن طريق تساعتاش اللعب يزيد توباو للترجريادي في التماس كورة من المباركي وصلنا دقيقة 78 هل فيها جول ترجع الكورة عن طريق الروج الروج كورة البكير سعد بكير يلعب للمباركي المباركي الغيلان غيلان في وسط الميدان تتهي الكورة شمس الدين نحلوه برشا للترجريادي لما يرفعنا سكت حس الفارق بين الجمعيتين هو التماس للترجريادي ومباراة أخرى وبدون ضغط مباراة نهاية البطولة ترجع يربح بالمرتاح 4-5 ترجع الكورة غيلان يمشي شعلالي شعلالي يحاول شعلالي بذكاة يضرب كورة يربح تماس أود كورة جانبية للترجريادي ترجع يحاول يشد الكورة هذا المطلوب الآن في آخر عشرة دقائق في أولى مباريات دوري ابتال أفريقيا ألف وسبع طاعة اثنين واحد للمكشخة ترجع الكورة عن طريق كوليبالي منتصر التالبي كورة عن طريق بن شريفية ترجع الكورة للوحش والفخم والرائع كوليبالي منتصر فرجاني تالبي شامس الدين الذوادي توقع حتى مباراة النجم وفي الروفيرو بعد عشرين دقيقة الانتلاق على بين سبورس بنفس الستوديو أنه النجم بيش يحاول ينهي المباراة في الشوط الأول بهدفين وبعد يعمل تورنوفر في لوت وخاصة الريتا ما يضيلي تيح في الشوط الثاني فم حسابات كلاسيكو الكورة التونسية في نهاية البطولة في ألفين وسبعتاش يرجع الكورة مرعوبة طويلة بضربة رأس حذري من هذه الكورات واقف كورة عن طريق شامس الدين غيلان الشعلاني بعد كورة يرجع للحارس عذري من هذه الكورات الدفاعية والكورة الوراء ترجع للترجل هذه تونسية عذريق فرجاني 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 بإمكان الترجل يستخدم هذه الفراس خطيرة جدا فماش تسلل يومش den baraki يومش den baraki مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول يا ييهاب مش ممكن فرصة هدف قاتل الترجل رأس رأس والمبرك يضيع على الثالث يضيع على الثالث ييهاب المبارك كورة مذاعش الحقيقة كورة مذاعش كان ممكن يلعب كورة على يساره إذا فم زميل هنا الكورة ولم تلاقي فمجد السلل هالخروض سليم والقرار سليم وعلى فكرة تاقم تحكيم بأداء ممتاز اليوم وهنا فرص لأداء في الثالث كان ممكن يمرر الزميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفيتا كلوب لاحظناه فيما يتعلق بالمباراة في الشوط الثاني وانه نسق الترجمة تراجع كثيرا صحيرة تراجع كثيرا خلص أن النقص العددي كان يمكن أن نستغل للنقص العددي الشوط الثاني ما نلعب مثلا ما يشل ضغط على الدفاع شاهدنا صحيح أضع كثير من الفرص حتى في الشوط الثاني عن طريق حسن بن يوسف وحسن والمباركي لكن أعتقد أن الترجي حتى التغيير بصراحة التغيير تغيير غريب تغيير غريب بالنسبة للشاب لأنه أفضل لو خرج بجير لو خرج بجير لعب تلعب 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 ارتكاز ممكن أفضل لأنه فقده الروبير لما خرج اللعب الماجي ما عاش فهمه راس حربة في بعض الفترة شاهدنا أكثر الوقت بن يوسف على الجهة اليمنى بدون راس حربة وهذا التغيير يعني دخل تغيير غريب صراحة تغيير غريب ممكن قبل ما تغير ممكن تلعب بن يوسف كراس حربة ودخل اللعب آخر في وسط الميدان ممكن لكن لما دخل اللعب هذي وتخرجه بعد عشرين دقيقة وتصبح تلعب ثلاثة لعبين ارتكاز والنقص العددي وخاصة ما كانش سيئ اللعب شاهدناه تخلي يحارب على كل كورة يندفع على اليمين يحب يؤدي يعني لما تدخل اللعب وتخرجه خاصة شاب الحل الوحيد يكون سيئ وسيئ للغاية لأنه كان جيد يعني أول شيء تأثر على اللعب نفسيا وتخسر تغيير تحصل على ورقة صفراء هو مهاجم مهاجم كل لعب تحصل على صفراء يقعد تغييره ما زالك يتخلي ما زالك يتخلي نفسيا شاهدناه اللعب متأثر المفروض يبقى يلعب ساعد بجير أقل لعبين هجوما في التراجي كممكن تطلع ساعد بجير خاصة أنك إذا أصبحت تفكر في نتيجة المباراة تخرج مهاجم وتدخل اللعب ارتكيس ستدفع تلعب ذات فريق بيتا اللي أقل منك واضح في الملعب وبعشر لعبين يعني غريب التغيير صراحة كنت أتمنى أنه يخرج لعب ثاني يمكن ساعد بجير ممكن تلعب بتلافة لعبين ارتكيس وتلعب بثلاثة مهاجمين لكن تغيير صراحة من وجهة نظري دولة تستفهم لكن التراجي أصبح يحسب في المباراة وفكر أنه يكون في مباراة خدمة باكر لابد لا ننسى صحيح أنا مردود التراجي تراجع لكن مع هذا كان في ضربتين على العرضة صحيح على العرضة في الشوطة الثانية صحيح اليوم التراجي خلق ثمانية تسعة فرص ولهنا المشكلة مشكلة كبيرة لما تخلق تسعة ثمانية فرص ما تسجل إلى فرصين ومنهم فرصة من ضربة جزاء هناك خلل هناك لازم تركيز أكثر في اللمسة الأخيرة الآن أهم شيء هو تسجيل أهداف صحيح تخلق فرص لكن أهم شيء أن تسجل أهداف لأن اليوم كان يمكن الفريق يلعب براحة كبيرة لأن شهدنا بعد خروج الماجري التراجي تقريب بعشرة دقائق ما خلقش ولا فرصة ما خلق الفرصة قبل ما تنقطع الصورة عن طريق اللعب لنبارك هذه واحدة هذه شوفوا كان ممكن ما تدخلش الماجري ويسمح بنيوسفرس حربة ودخل اللعب وسط ميدان واخراج بجير تعطي فرصة بجير اللي إراء حتى بجير تلعب ثلاثة لعبين ارتكاز لكن المؤهل اللقطة هذه يعني اللقطة هذه غريبة كان ممكن يعطيها فخر دين بنيوسفر مررها أفضل لأنه اقترب كثير حارس المرمى لما تقترب سعر لما ترفعها يجب تقوم بلمسة فنية مدفع خلينا نذكر بالنسبة لأستاذ المشاهدين أنه عدنا إلى الستوديو لأنه كان انقطاع من المرادس من المصدر طبعا وهذا انقطاع خارج على نتاقنا خارج على نتاقنا وهذا هذه ممكن نعمله في نتاقنا وأنه نحلل اللي شاهدناه في الشوطة الثانية صحيح طراجر يذي حتى في ظل بعض السلبيات تكلمنا عليهم لكن الشوطة ثانية كذلك سيطر سيطرة كلية خاصة في بداية الشوطة ثانية عشرين قالوا لا كانت هناك ثلاثة أربع فرص أخرى كان ممكن ينهي بها المباراة لكن تقريبا بعد تغيير الماجري طراجر يذي أصبح يلعب تمريرات عرضية وكأنه انتهت المباراة ونعرف المباراة لا تنتهي إلا بسفرة الحكم خاصة أنك تقدم بهدف وحيد هدف وحيد يعني لو سجل ثلاثة أو أربع هدف ونقوله ممكن لكن اثنين واحد قبل تقريبا عشرة دقائق ما زال هناك خطر لأنه ممكن على كورة ثابت على هجمة مرتدة ممكن يحدث الخطر على دفاع التراجر يذي يظننا قلنا يجب أن يسجل ثالث سجل الرابع ثم ممكن يلعب بيراحة لكن يلحد الآن تراجر يذي ما تقامش بهذا فخر دين بن يوسف كانت عنده أقل شيء أربعة أو خمسة مرات منفرد بالمرمى وكان ممكن يسجل فخر دين بن يوسف أكثر من هدفين في مباراة اليوم هدف ثالث هدف ثالث هذه السورة مباشرة فنعود إلى عصاب شوالي صح شكرا تارق شكرا حسين عودة مرة أخرى إلى رادس وتمعنا العودة إلى زميل عصاب شوالي عصاب تفضل إذا نعود هشام على نهاية المباراة بمعنى نترجق تل المباراة في وقت 87 دقيقة هدف سعد بجير في دقيقة 87 إذن الهدف الثالث للتراجي ريدي تونسي طبعا من المصدر كانت انقطاعا للسورة تقريب 6-7 دقائق هو الهدف الثالث للتراجي كورا يخرج فيها في موقع الشرعي والسليم اللعب إيها أبل مباركي يلعب باس وكورا سعد بجير يستقبلها ويركن كورا ويسجل أول هدفه بالمناسبة في دورة أبطال إفريقا ولو أنه سعد بجير عنده هدف في كاس الكونفيدرالية في الدورة الماضية دورة 2016 لخرج فيها التراجي ضد فريق بجاية الجزالي بدون بلوغ دوري المجموعة يدخل علي مجاني هذا هو التغير الأخير من المدرب فوزي البنزارتي إذن يخرج الشامس الدين الضوادي تأخر التراجي في التغيرات لأنه تأخر في حسب المباراة لذلك التورنوفر ممكن يحب عليه فوزي ما تمش كورة القايم مرتين عن طريق الروج والعبرة بالخواتيم التراجي بتلذى نقاط يتقدم تلذى واحد نتيجة يعني ممتزة 2-1 لحقيقة تعكس صورة أخرى المباراة التي كانت في أفضلية مطلقة للتراجي الدم والذهب سيطر منذ البدايات إلى خواتيم اللقاء والنتيجة 3-1 في دقيقة 89 نقاط تراجي نقاط 3-1 4-1 جاء 3-1 مينما ممكن 4-1 الآن يمتلق الكورة المباركي المباركي يخسر الكورة وترجع في شانس للفريق الكونغولي فريق فيتا كلوب كينشاسا 9-8 دقيقة هنا في رادس تراجي ثلاثة وفريق فيتا كلوب كينشاسا 1 فيتا كلوب ينضاف إلى السابقية من أنديت كونغو ديمقراطية اللي ينقاد إلى مشية التراجي في تورس في رادس بعد ما زل بسانتر والو بوبول اليوم يأتي الدور على الفيتا كلوب كينشاسا 3-1 للتراجي رياضي شاو الثاني بقال تعب تراجي يخرج من المباراة بانتصار بيدا مقنع على معظم ردهات اللعبة يخرج بدون صبيت وهذا المهم ويخرج بثيقة في بداية المشوار في دور ابتال أفريقيا ماتش كلاسيك والفينال ماتثرش على بداية المشوار دور الابتال التراجي ثلاثة في ثوب من أفس عتيد على لقب القارة السمر هذا الموسم يمشي بكون التراجي ممكن الرابع ممكن الرابع ولكن فما تسلل فما تسلل وكذا تقايق زيادة هدف رابع أبيض من سعد بقير الذي كان ممكن يسجل دوبلي ثلاثة تقايق في الوقت بدل الضيع وصنة دقيقة 90 صنة دقيقة 90 هذا رئيس نادي التراج رياضي حمد المدب من صيف 2007 مجهودات كبيرة على المستوى البدني على المستوى المادي خاصة التراجي فروعه منذ 2007 و2008 في استمرارية النجاح مع الرؤسس السابقي للتراج رياضي من عهد الزواوي المؤسس إلى المالكي المحامي إلى الشاب لزويت التاريخ إلى الوزير حسين بالخوجة المرحوم إلى محمد الزواوي أيضا محافظة البنك المركزي إلى الناص الكناني إلى عزيز سهير سليم شبوب هدي جيلاني التراجي كما يحلو لأنصار وعشاقه بأن ينادوه التراجي دولة التراجي يتقدم بثلاثية هذه كرة التسلل الغير موجود حرام عليك يا مغيفري ولكن خطأ لا يوثر كانت كرة الرابع كانت كرة الرابع عن طريق سعد بقير لا تصد ولا ترد من أجم الأهداف لورجو هذا الموسم في الكرة الأفريقية إذن كرة في ثلاثة واحد تسعين دقيقة زايد واحدة كرة للفريق الكونغولي يمشي أقل من 30 نيات الماتش والتزديد في كرة بعيدة ضربة مرمى لفريق التراجي تقاونصف تلعبت تقاونصف أخرين مزالوا التراجي المباراة هذه صورة الهدف الثالث هذا هو المباركي المباركي في ظروف الريبلاي كانوا في المباشر وبقير أو البادري أنا شفتها البادري لحقيقة هنيس البادري ليس بقير ليس سعد بقير كما كتبوا بل هو بكتابة هنيس البادري في أول أهداف وفي الشامبيونس ديقة أيضا هنيس البادري وثلاثة النتيجة غاد إذن المعلومة أنه بقير لا بقير ما سجلش هالثالث كان من الرائع البادري والله على أحمر ضربت رأس ثلاثة نقاط في بداية المشوار الآن ملك الرؤكور والأرقام الكياسية الترجي أكثر فريق إفريقي اربح خارج تونس وخارج بلده وخارج القواعد وخارج استادو في تاريخ الشامبيونس ديق بدور المجموعات أثناش الانتصار للترجي خارج القواعد كانت للتاريخ وليهوات الأرقام في تسعة وتصعين في زمبابوي والاريونيون ألفين في الكامرون ألفين واثنين في موزنبيق هلفين وثلاثة في تزير هلفين واربعة في جنوب أفريقيا هلفين وعشر في تزير وزمبابوي هلفين وحداش في السودان أثناش في نيجيريا ثلاثتاش في الكود ديفور والكامرون الترجي صحب أثناش الانتصار خارج الديار ريكور في الشامبيونس ديق سيحاول الرقم الثلاثتاش لما يواجه سعن شعر شلاثوبي في ثلاثة وعشرين مي القادم انتصار الستة نقاط يقرب الترجي من كوارتر فاينل الأبطال مبروك للترجي الانتصار العقبة لنوادينا بين صهرة اليوم النجمة وباقي مباريات الويكاند بين السفاكسي والإفريقي الترجي بجدارة بامتياز بيتألق بثلاثة بسهولة علي لمغيفر يؤكدها بالثلاثة الترجي يقبض على النقاط الثلاث مبروك الربحة الترجي التونسي في انتصاره رقم خمسة أربعين في تاريخ الشامبيونس ديق على بعد اثنين فقط من الأهل القاهري الكبير فيتأ بدأ بيتوبا والترجي ثلثها مثل ماتش حورية كونكري الغيني عن طريق كولي بالي والثاني عن طريق خنيسي بيناتي والثالث عن طريق البادري انتهت المباراة الترجي بنفس الكامباك مثل حورية ولحالي دوم البارح حورية وفيتا اليوم ويتا علم كاشخين في هذه المباراة وجواه فيستاد رادس هذه هي الكورفة السود هنا في ملعبك يا رادس تحية وانتصار أول أول مباراة في الشامبيونس ديق 2017 الترجي في رادس يضرب 3-1 فريق فيتا كلوب بالنور أنهى من نيران أفريقيا الآن أنوار رادس تشتعل بعد 6 ترجمة نانسي قنقر